بسم الله بسم الله جبتلكو الموسم التاني من مسلسل اتفاقية جواز اللي كلكو تلطوا مني مع انه لسه مترجمش بس اتشألته ولخصه لكو برضو بتبدأ الحلقة الاولى ببيان اللي بيشتري التاري والابنه بيت جديد على الشاطئ شاكله يجنن وبيقولها دي هتبقى مملكة تاري حبيبتي تعالي بصي جبتلك مطبخ طحفة هيعجبك قوي وقال لابنه بتحب السباحة جبتلك بسين كبير قوي تعالى فرجك اقبلنا يا رب فيلا كده بحمام سباحة جدير زيدة ولففهم في البيت كله وفرجهم عليه حتة حتة وخدهم يفسحهم على الشاطئ والحد هنا كنا مبسوطين ومنشكحين نفضل كده لا طبعا ازاي ما هي حبيبة قلبكو سارة جات من السفر وبمناسبة سارة كل البنات زعلانين مني في الكومنتيت وبيقولوا ان سارة مظلومة عشان ارتبطت ببيان واستنيته وقت طويل وهو اللي خدعها وسبها والجاوز تاني تعالوا بقى نشوف في الموسم التاني هتهبت ايه معيهم ونشوف بقى مظلومة ولا ظلمة ويلا بينا بنشوف تاري الحزينة على عمرها بتتفسح مع صحابها وجوزها وبناها على الشاطئ واهلتها كلها وبيتسبقوا كمان في المياه وبيكونوا مبسوطين جدا وبتبص لبيان جوزها بقرف عشان متنرفز وبيشتم في التليفون وراح الرزعوا في الارض وبعدها وطا جيبوا زي البتاع بس نفضت له وفضلت تهزر مع عيلتها تاني وصارة رجبة العربية مع باباها هي وسلمان اللي جايبة معها من السفر علالة ما تخلطش عليه هو كمان زي الجزء القديم وباباها بيقول لها سلمان دا كان بيحفظ قرآن منه هو صغير فافتكرت وهي قاعدة مع واحدة وبيحفظهم القرآن مع بعض يا حلويتكو احلى حلق التحفيز دي ولا ايه وبعدين انت لازقة فيه كده ليه حاجة ارحمينا بقى يا صارة حد من اللي بيتفرج علي اسمه صارة وباباها بيقول له وانت لسه ما تجوزتش يا سلمان صح ونروح لبيان اللي قاعد في وسطهم صرحان زي اي زوج مصري قصير بيفكر في التليفون اللي اتغضغ ميت حتة وطلب من بابا تليفونه عشان يعمل مكالمة وصابهم وقام اما تاري قاعدت على المركيحة وقامي جات تنكوشها وحكيت لها ان بيان بقى شخص عصبي جدا من ساعة ما مسك شركة بابا واللي عيشها معاه بقيت ما تبطعش وفتكرت خناءاتهم مع بعض بسبب انها عايزة تشتغل وهو بيقول لها رعاية ابننا اهم امي قالت لها ما وعنده حق فردت وقالت لا انا فهمت معه كويس عموما انا فعلا هحدد اولوياتي ممكن انت اللي تمسكي مديرة مشروعي ولسه امي هتعترض فتح ابنها جيه واخدها تلعب معها الرملة اما سارة وباباها وصلوا سلمان لبيت مامته وسلموا عليها وفتكروا ذكرياتهم سوا مع بعض لانهم معرفة قديمة واعزمتهم كمان على الغد وصار شافت الصور اللي معلقها سلمان على الحيطة لكن هو اضايق جدا ونزل عليها السطارة وقال لها لو عايزة تقري اي حاجة ممكن تستخدمي الموبايل ونروح لبيان اللي بيقطع صورته اللي موجودة على غلاف مجلة وخرج جاري وهو متعصب وفضل يسرخ وهو بصص للسماء وعم تاري شايفه وقال له في حاجات ممكن تتعامل كتير افضل من انك تسرخ في الهواء ووضح ان عندك مشاكل قال له انا فعلا مخنوق وعندي مشاكل كتير حاسس اني دايخ من كتر الهم قال له يا بيان الدنيا كلها مشاكل الراحة دي في الجنة بس لكن مش عايز مشاكلك تأثر على علاقتك بمراتك وابنك وبنبهك كله الا الطلاق اوعى تخرب بيتك يا ابني الشيطان مش عايز اي زوجين يبضلوا بيحبوا بعض مفيش اتنين كويسين الا ودخل بينهم الشيطان اكرهم في بعض وحاول يبعدهم وقت المشاكل بيقربوا يوسوس لها ويقول لها انت صح وجوزك غلط ويوسوس لك انت كمان انت صح وهي مش مقدراك عارف يعني ايه طلاق ده يوم احتفال الشيطان بانه خرب بيت مسلم قال له يا عمي ما تقلقش طلاقي انا مستحيل اطلقها قال له ما تقولش مستحيل قول ان شاء الله الرجل في دنة لازم يبقى عائل ومسؤول ولذلك لو طلق مراته تلك مرات لا يمكن يحصل عليها تاني ابدا ربنا بيحرموا منها خلاص عشان يقدبوا إلا لو اتجاوزت واحد غيره واتمتع بيها قدام عينه وساعتها ايه راجل عادي مش هيستحمل يشوف حبيبته مع غيره ربنا بيقدب الراجل اللي لسانه بيطلق بسهولة بيان قال له انت خوفتني بصراحة قال له ايه وعي الشيطان يا غلبك ونروح لسارة اللي قاعدة في قضيتها بالليل وباباها بيسألها كل الوقت ده في السفر ما جاوزتيش سلمان ليه ووضح انكم قريبين من بعض قالت له احنا اصدقاء مش اكتر قال لها سلمان شخص كويس ومحترم ومتدين ومامتك الله يرحمها كان غساعة الجاوزي صار افتكرت مشهد ليها وهي مسافرة ومعهم بنت تانية وقالت لباباها في حاجات كتير حصلت في ميلبورن انت ما تعرفهوش مش هينفع لتجاوز اكيد هحكيلك بس بعدين اما تيري فقت من نمها ولبسة حاجاتها خرجت تدور على بيان لقيتها لسه قاعدة على البحر من بيرح فقالت له صليت الصبح قال لها اه صليت جماعة بقى لي كتير قوي ما صليتش جماعة ومسكت ايده بسيتها وهو بس راسها سبحان الله الصلة بتهدي نفسنا فعلا وقال لها انا زعلتك كتير وعملت حاجات وحشة ممكن انت ما تعرفيهوش بس انا مليش غيرك ومش هزعلك تاني وحاجة تانية انت الشخص الوحيد اللي بحب اجيله وانا تعبين وحاسس ان الدنيا كلها دقت علي مبالقيش غير حضنك ارتح فيه قالت له ده انت نصي تاني ومقدرش عيش من غيرك بس قال لها بس ايه احنا لحقنا قالت له نفس طلباتي اللي مش هغيرها تبطل كتبة علي ومتكلمش اي ستات قال لها ستات امي ستات قالت له احنا هنستهبل قال لها يا ستي بحبك انتي قالت له حاجة كمان ما تمنعنيش من شغلي الخاص بيا قال لها اوكي واخدها في حضنه على فكرة الاتنين دول متجوزين في الحقيقة ودي مراته عشان بس تبقى عارفين انا ما بجيبش مناظر حرام في القناة تعتي وصارة بتبتدي شغلها وبتقدم نفسها في اجتماع مفتوح انها نائبة مشروع صندوق الهجرة وسلمان امام مسجد ميلبورن هو هيكون رئيس المشروع وقام وطلب من الحضور يقدموا نفسهم وفجأة واحدة قالت انا اسمي عائشة وصارة وسلمان ارتبكوا اول ما شفوها واضح انها مش طيقاها اما بيان وتاري وابنهم ركوع من السفر واول ما وصل جريع دور اللي فوق وحط شريح التليفون في عدة جديدة وشاف الرسيل ونزل جاري قال لها انا خارج عندي شغل وطلعت هي في قضتها وقعدت في الارض تتفرج على فيديو عن الطلاق وصحية الصبح نوية تنزل شغلها لقيت ابنها سخن جدا وديرني مديرة المنزل قالت لها لو عندك شغل مهم روحي وانا هحاول اعمله كمدات لغاية لما تيجي قالت لها تمام تمام وانا هخلص الاجتماع واجي وديه المستشفى اما بيان داخل متأخر على شغله اللي ما بيحبوش والمسؤولة بتقوله مبيعات شركتنا قلت بشكل ملحوظ وموظف تاني قال له مش عارفين نلتزم بالدفع للمورد وحضرتك السبب قال له انا هروح اعمل الاجتماع معي وهتصر ونروح لتاري اللي وصلت الكافي بتاعها متأخرة وبلغت بيان برسالة ان الولد صخن جدا وهتخلص شغلها وتروح توديه المستشفى اهلا اهلا انت مش كنتي مسافرة في ميلبورن قالت له جيه نورتي الدنيا يا سارة دي تاري هتموت من الفرحة وصحبتها تنحت له وقالت له nice to meet you بس قال له من عندي اجتماع وطلع يجري وصحبتها قالت لها مين الامر ده قالت لها امشي بقى نجري قدامك كسفتينة اما تاري وهي في الشغل ديرمي رنت لها فاضطرت تعتذر للبنات وانهيت الاجتماع بتاعها وكلمتها فقالت لها ان الولد حررته عدت 40 وانا مش عارفة تصرف قالت لها وبيان ما وصلش ده قال انه هيجي يودينا للمستشفى فاتصلت بالمراد عمها وهي في الطريق وطلبت منها تيجي معيها لكن عمها تدايق وقال لها خلي جزء يتصرف قالت له مش موجود قال لها ما ودايما متأخر عليها قال ليه شيل مسئولية بيته بس هي قالت له ما يصحش نسبع في المستشفى لوحدها وبيان لسه مخلص شغله ومروح جال واحد جال بيقوله المعرض بتاعنا تحرق فطلع يجري يشوف الحريقة وطيري خدت ابنها جاري على العربية وتتسل بي وهي في الطريق مايردش والولد جاله تشنجات من السخونية ومن ارتباكها وهي سيئة كانت هتدخل في عربية نقل وبيان كان هيعاية من الربكة وقال لي صاحبه حاول تتصرف لغاية مايجي واتصل بتيري ما ردتش عليه اتصل بديرني قالت له احنا بالولد في المستشفى وجاله تشنجات والدكتور قال انها قصرت عليه وكان لازم نلحقه من الاول واول ما وصل المستشفى بيجري تاري سابت له القدى وخرجت جري قال لها انا اسف والله المعرض اتحرق قالت له معرض هو المعرض اهم مني ومن ابنك قال لها بقولك شغلي بايز والشركة بتولع وانا المسؤول عن الشغلي ده كله ده مصدر اكل عشنا قالت له كل الرجالة بتشتغل وتصرف على اهلها وبتخلي بالها من قصرتها والله يا تاري سعب بحس انك عيشة في مية البطيخ وقال لها منسي كمان كان عندك شغل قالت له تأخيرك عليه جاب له تشنجات قال لها يعني انا السبب انا الغلطان دلوقتي بصي لنفسك يا هانم ودي عمها كمان وصل وهي عياطة وقالت له وعالتاني هتسنى اشتغل قال لها انا المسؤول عن البيت والماديات تقدري تقوليلي ايه هي اولوياتك كزوجة قالت له انا ما اصرتش معاكم في حاجة انا بشتغل من وانا صغيرة ومن العدل اني اشارك وقتي معاكم ومع شغلي كل يومي عايشة ليكو مفيش اي حاجة لنفسي هو انت عايش معنا اصلا يا بيان الفلوس مش كل حاجة قال لها انت شايفة كده خلاص مادمش عاجبك يبقى نتطلق قالت له استغفر الله انت بتقول ايه قال لها يا شيخ حواي بقى انا زهقت وعمها دخل في اللحظة ضي بيان هو ده اللي وصلتك دي اوه بس خلاص بسم الله بتبدأ الحلقة التانية ببيان وهو بيفتكر ايام كان مبسوط مع مراته وابنه وبابا بيجي يفوقهم ذكرياته او بيندهلوا لان كل العيلة مجتمعة عشان حوار الطلاقة وعم تاري كان مدايق جدا منه امراته بتحاول تخفف التوتر لكن قال لها سيبين يا شيخة وفضل يزعق ومسح بيهم الارض كلهم ومام تبيان بتحاول تصلح الدنيا وتهدي شوية لكن هو رأيه اللي ما يعرفش يحافظ على بنتنا ما يستهلهاش والرجل اللي يجدب ويقول مش قاصد ممكن يسرق او يزني او حتى يقتل وهو فاكر انه مظلوم والغلط غلط حتى لو ما أصدش والله راجل جدع ومام تبيان بتقوله انت نقبر الموضوع شوية بلاش تكون قاسي كده وابو بيقوله هو لما حلف عليها بالطلاق ما كانش قاصد قال له احنا مش هندحك على ربنا هو عارف نيته كويس وامراته دلوقتي ما تحللوش شارعا ده كلام ربنا مش كلامنا وبيان مش عارف عمل كده ازاي وعايز يقولهم انا بس كنت متنرفز مش اكتر وسرح وافتقر اول يوم مسك فيه شركة بابا وبقى مسؤول عن كل كبيرة وصغيرة في الشركة ما بيحبهاش اصلا ورحب بالمسؤولين وطلب منهم يساعدوه في شؤون الادارة الجديدة ما كان بابا ومامته بتفوقه فقال لعمها ربنا يعلم اني ما أصدتش الطلاق وقتها ولدي كانت نيتي انا كنت متعصب بس وربنا العالم انا بحبها قد ايه وبحب ابنيه فمامته بتقوله لو كان ابو تيري ومامتها موجودين اكيد ما كانوش هيحبه ان بنتهم بيتها يتخرب وتسيب جوزها فعمها زعق تاني وقال لها دي بنتي وانا اضرب مصلحتها محدش له دعوة ابنكو لو كان بيفهم دينه ما كانش عمل كده ده شخص مش امين على بنتي وانا حذرته واعتقد هو فاكر والعلمكو دي مش اول مرة واسألوه وبين حطه يشوف الارد وعمها قال من سنة تيري جات لي معايا بتعيط وعرفت ان بينهم مشاكل كتير وانه بيرجع لها كل يوم متأخر وسط الليل وحلف بالطلق وقتها وقال انه ندم ومش هيعمل كده تاني وانا صلحتهم على بعض عشان مصلحت بنتي لكن برضو كررها تاني من كم شهر وجات لنا في عز الليل وبرضو حلف عليها بالطلق للمرة التانية وقبلت اعتذاره وصلحتهم لتاني مرة مدام ابنكو بيفشل في السيطرة على كلماته فهو هيفشل في الحفاظ على مراته وابنه كمان وابو قال بس احنا مسمعناش رأي تاري قالت له انا ديت له افضل ما عندي ليه والابنه ومفوضة امري لله وعمي بدل ابويا وكلمته تمشي فعمها قال الموضوع انتهى ومن دلوقتي كل اللي ما بنا اجراءات الطلاق في المحكمة والامر متروك للقاضي تاني يوم راح من على باب البيت وطلب هدومه من درني وتاري طلعت هولو وجات تدخل قال لها لازم تعرفي اني فعلا ندمين قالت له انا كمان ربنا يوفقك في حياتك قال لها مسامحيني قالت له مسامحك طبعا لكن لازم اعطيع شرائع ربنا الطلاق مش لعبة قال لها لازم تعرفي اني لسه بحبك واني انتي وابني احلى حاجة حصلتلي في حياتي واني بقيت متلغبط جدا قالت له انا مستني حكم المحكمة واسابته لوحده واسرح مع نفسه لما راح الشركة وقالوله اني ميزانيتها بتنهار وهنتر نقفل على الاقل فرعين واني اعترف بالخسارة وعدم قدرتنا على المنافسة واني الناس بتحب الانلاين اكتر من الشوبينج العادي قال لها ابواب شركتنا مش هتقفل وعندنا فرع هيفضل مفتوح ورجع يقنع بابا انه يفضل فاتح الفرع لكن ابو قال له مش عيب انك تاخد قرار غلط بيان قال له من الصعب اني اتخصص في اعمال التجارة بدل ما كان مجالي الهندسة الكهربائية الموضوع يا بابا مختلف تماما ابو قال له عايز ترجع لمجال دراستك قال له انا ما بنامشي من التفكير والكتر الشغل وبابا قلبه تعب جدا وجاب له الدواء فاضطر يكمل في شغله وفوقته ديرمي الشغيلة وديت له اكل وكان صعبان عليها ياشمات التانت صاره فينا واخد الاكل وفتحه في الشغل واول ما شاف الشربة بتاع التاري افتكر لما كان بياكل معها في بيتهم وبقى ياكله هو بيعاية وهي في بيتها بتأكل ابنها ورجع بيت أهله ومرضيش ياكل معيهم وطلعت رمى على سريره وفتح صورهم سوا وافتكر لما ابنه كان بيتحايل يلعب معي وهو سيبهم طول الوقت ومجهول عنهم وقالع الدبلة وفضل يبص لها اما تاري بتصلي وتلجأ لربنا وقالع الدبلتها هي كمان وفضلت تعيط ونروح لصارة وسلمان في اجتماعهم وهي نزلة شافت بيان في الجامع بيعاية وخرج بره بيلبس شرابه وجزمته فصاحبتها قالت لها مش دا زميلك الأمور اللي قابلنا من كام يوم هو اسمه ايه ونزلت سارة سلمت عليه وقالت له انها عضو في لجنة الهجرة والمكتب بتاع المعرض هنا وحاول يقفل في الكلام قالت له مالك شكلك متضايق قال لها شوية مشاكل قالت له انت تغيرت قوي ودلوقتي لما عندك مشكلة جايت تصلي في المسجد ركر على أيامنا لما كنت بتتضايق شوية كنت بتشرب عموما مهما كانت همومك بتمنى من ربنا يدلك على الحل فسبها وميشي وصرحت وفتكرت لما كانت بتتفسح هي وسلمان ومعاهم اللي معرفش موقعها ايه دي من الأعراب هنا وبيان عمل اجتماع عاجل في شركته وطلب من الكل يمشو على نظام جديد غير القديم بتاع والده لان الدنيا تطورت والكل بقى يستخدم النت دلوقتي وموظف قاله ممكن نتكلم الصبح الوقت دلوقتي يتأخر قاله الشركة بتفلس وكلنا هنقعد في بيوتنا افهموا بقى من النهاردة في شفت اضافي لنا كلنا وانا اولكم تقدروا تقولولي فين فلوس التأميم بتاعت الفرع اللي اتحرق كله نايم على ودنه ومحدش داريين بحاجة وبعدها في المحكمة عم تاري شيد قدام القاضي وحكيله انه حلف بالطلاقة عليها اكتر من مرة ومش عارفة بيان قاعد كده ليه زي الكاتكوت المبلون وتاري مسلمة امرها لله وهو بيفتكر انه لما حتى اخد اجهزة مع عائلته معرفش يتهنى بيها من قدر مكالمات الشغل والمشاكل وخناقاته مع الموظفين فاكرين لما رمى التليفون في الارض ولما المعرض ولع والقاضي عمال يندهله وهو سرحين واقعده هو وامراته قدامه وسأله عمها شاهد ضدك اللي قاله ده حصل فعلا قاله حصل لكن كان خرج عن اراضتي القاضي قاله لكن حصل قاله اه حلفت بالطلاق سأل تاري عندك اي كلام قالت له لا ما عنديش اللي هتحكم بيه انا رادية بيه والقاضي قالهم بعد اسبوع تيجو تاخدوا حكم المحكمة وبصيت له باعتاب كأنها بتقول له عجبك قعدتنا دي وراح بعدها يسلم على ابنه وفضل يحضن فيه ويبوسه ووصى يسمع كلام مامته وقال له انا هكون موجود قريب في بيت جدك وديرمي طلعت له الشانطة اللي فيها بقيت حكته وهي بتعيط فقال لها انا مش رقي كلام اقوله قالت له ولنا وفجأة اخدها في حضنه وكأنه روحه رايحة منه بس هي فضلت سكتة ووصها على ابنهم وركب عربيته وميشي وبعد ما ميشي قعدت في الارض تعيط وبعد اسبوع حكمت المحكمة حضوريا امام الترفين باسبات وقوع الطلاق شرعا وقانونا وبس خلاص نكد نكد يعني حلقة غم النفس صحيح وتدعو للكتئب بتبدأ الحلقة الثالثة فاتح صغنن اللي عامل اضراب عن الاكل وكل ما يحاولوا يأكلوا بيتقنص ويكشر اكتر وجده بيقوله افتح بقك يلا التيارة رايحة فين قال له ما انا عايز بابا فتاري قالت له طب كل ام واحدة بس قال لها مش هيكل غير لما بابا ييجي يأكل معي فيك الخير يا ابني والله ونروح لبيان اللي بيلعب كرة مع صحابه في النادي وتايه مش مركز بص يا همم شايفة الرجالة بيحاولوا يخرجوا نفسهم من الاكتئاب ازاي مش انت زي العبيطة يزعالك تفضلي تعياتي وهو مع صحابه برة خليك انت قعدة صحي كده ما علينا وانا شكلي كده دعيت عليه فوقع في الماتش واتخانق كمان مع اللي وقعوا وصحابه دخلوا يحجزوا بينهم فبصلهم بقرف وطلع قعدة على الدكة برة وجزمته كمان اتقطعت وافتكر انها كانت هداية من تاري في عيد ميلاده لما كان مغضبها برده فزعل اكتر وعم تاري ومراته وصابوها وروحه وفضلت وحدها مع ابنها وبيان روح بالليل مسهم مش راضي يكلم حد واخته قالت له مش هتاكل قال لها مش عايز اطفع لكن بابا جي قال له ما كفاية كده بقى انت بتعزم نفسك على الفوضي انا عارف انك مقصور بس الاكل ملوش دعوة وبعدين انت حابس نفسك في قول تقليل ما تقعد معينة لكن ما عجبوش الكلام وسبوه وطلع ونروح لسلمان اللي بيبدأ قول ميتنج لي وصارة بتكون ضمن الحاضرين وصاحبتها بتقول لها وده كمان امور ما تشوفيلك واحد منهم متخلصين وبعدين ده مشهور دوليا يا بختك انت بتعرفيهم فين دول وفتكرت سارة قول ما وصلت مطار بميلبورن بصوا كده هي الحلقة كلها صارة بتفتكر البلوي اللي حصلت هناك لقيت واحدة اسمها عائشة في انتظرها وبعدها جي سلمان بتاكسي وكانت شكلها معجبة بيه جدا وهو كمان وعرفها على اصدقائه في ميلبورن وبعدها تقابلوا يشربوا حاجة وعزها في جزء اللي لسه ميت وعائشة جات قاعدت معيهم ولما عرفت هي كمان ان الجزء صارة ميت قالت لها البقاء لله انا لله وانا اليه راجعون وسألته انت لسه متجوزتش قال لها لسه مستني بنت الحليل وتبادلوا النظرات كده بتقول ان في حاجات كتير مستخبية وبعدها راحت متأخرة على اول يوم شغل ليها والمسؤولة رفضت تشغالها فراحت قابلت سلمان وعائشة سألوها مالك زعلانة ليه قالت لهم نزلت في محطة غلط وتأخرت على الشغل فما قبلونيش قالوا لها ولا يهمك تعالين فسحك ونعزمك على ايس كريم وبدأوا يخرجوا مع بعض وعرفوها على البلد وعزموها كمان على الاكل وبعدها سلمان بيصلي بيهم جماعة على السطح معرفش انت بتقمي بيهم بصفتك ايه بس ما علينا وكل ده صارة سرحانة فيه فصحبتها بتفوقها وبتقول لها معقول كل ده مش واخد بالك انه معجب بيكي بصي بيبصلك ازاي قالت لها استغفر الله العظيم يا بنتي همادي بقى ربنا يهديكي كسفتيني ونروح لإمي اللي بتزور تاري تطمن عليها وقعدوا مع بعض عند حمام السباحة وبتقول لها ان الحد دلوقتي مش مصدقة ما كنت طلقته قالت لها قدر الله ومشاء فعل نصيبي كده مفيش قدامي زر إمي أرضى وأصبر أكيد ده الخير ليا وبعدين ربنا ارزقني بإمي فاتح أحلى حاجة حصلت في حياتي مالي علي البيت الكبير ده أي نعم هو بيان لما كان موجود ما كانش بيملاه بس ما علينا اهو فاتح عامل الواجب سألتها بيوحشك قالت لها طبعا فإمي قالت لها انا عرفت انه هو كمان تعبان من غيرك قوي تاري قالت لها انا ما ضيفتكيش لحد دلوقتي امي قالت لها يعني هستنى ايه من واحدة متطلقة زيك امي بنتي هتل حتك بسبوسة من جوه قرفتونا ونروح لصورة اللي بتصلي في المسجد وبتطلع تلاقي بيان هو كمان خارج بيلبس جسمته وشايل طاق جنسيته على راسه فقالت له ده غدت في مطعم هنا بيعمل الشربة اللي انت بتحبها وراح معاها فعلا هي شربة الخضار بتاع التاري دي وراك وراك كل ما يشربها يعيط وصار قالت له انا تعلمت اعمل الشربة بتاع التاري اللي انت بتحبها دي بقيت اعملها حلو قوي انت عايزة ايه بتنسو صحيح هي تاري عاملة ايه طميني عليها قالت لها عايشين الدنيا ما بتقفش على حد قالت له بس انت بقيت ملتزم وبتصلي في الجامع اتغيرت صح قالت لها بحاول اعمل خير يمكن ادخل الجنة لما موت لان العالم بالنسبه لي بقى جحيم ويمكن اعرف عايش معتاري في الجنة قالت له يا عمي انت عايزت الجوزة تاني في الجنة يا حيوان ومن كتر ما تفرست حاولت تدوي في الكلام فقال لها حكي لي عنك انت نوية عملي ايه بعد ما رجعتي من ميلبورن قالت له بشتغل في مكتب الهجرة والارشاد الدين ربنا يا هديني واخبار الاستاذ بتاعك ايه اللي كان بيدرسلك في ميلبورن وصارت الناحب وافتكر التاني لما كانت مسافرة واعيشة معايها طول الوقت وعزمتها في بيتها ومسكت صورة مع بابها وممتها فقالت لها بقالهم سلم قطعيني من ساعة ما بقيت مسلمة سألتها ليه بقيت مسلمة وعايشة قالت لها كان اسمي الاول كيلي وفي يوم كنت في شغلي في حفلة خيرية وسلمان اداني كتاب هدية عن اعظم مئة شخصية في العالم وكان على رأسهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والكتاب ده اصار فضولي فعلا وحبيت عرفه اكتر فقريت عنه كتير وعن الديني الاسلامي اكتر وبعدها اقتنعت وغيرت ديانتي ومن يومها اهلي كرهوني وقطعوني صارت ابطابت عليها وقالت لها تعالين صالي وندعي كتير انت ربنا يحنن قلبهم عليك اكيد هيستجيب ده ربنا حنين قوي وبياندي فوقها وسألها سرحانا في ايه فحكت له عن عائشة اللي اصلها استرولي وافتكرت لما بابها سألها ليه بتدوري على بيت تاني قالت له البيت ده بعيد قوي عن شغلي والمشوار طويل فبحاول للاقي حاجة قريبة من المكتب قالها يبقى لازم تتجوزي ما يمتعش تعيش في بيت لوحدك انا مش عارف ايه مشكلة سالميا بتجوزتوش ليه لحد دلوقتي قالت له طول ما انا بسافرة بتسألني يوميا ما تجوزتوش ليه وهنا برضو بتسألني ما تجوزتوش ليه عشان بيحب واحدة تانية يا بابا ما بيحبنيش انا ارتحت قالها يا بنتي انا نفسه بتطمن عليكي لو اتأخرتي اكتر من كده في الجهاز صعب تخليفي لو كبرتي في السن وفتحت تليفونها تبص على صورهم مع بعض وافتكرت لما عرفت ان مسلمان معجب بعائشة وعائشة كمان قالت لها انه من يوم ما اهلها بيعدوا عنها كان هو اقرب واحد ليها وانه بتنسبلع كل حاجة وفضلت تهايت وتاني يوم وهي في السوبر ماركت قبلت تاري بالصدفة وسلمت عليها تاري سألتها انت رجعتي امتى من الصفر قالت لها استنى ما احكيلك تغيلة اول ما شافتها بصت لها بقرف وقالت لها تاري يلا نخرج من المكان المقرف ده فصارت كسفت وقالت لها طيب استأذن انا بقى واسابت تاري محتورة ووقفة مدنحة وبتفكر تفتكروا ايه اللي جي في بالها اكتبوا لي في الكومنت يا بنات ونروح لسارة بعد محاضرة سلمان وبتنصحوا يقلل ضغط الشغل شوية لانه تعبين ومش لاحق يرتاح وبتفتكر لما كانوا في ميلبورن لما سمعت كلام الدكتور وسأل هي ليها اهل او اي حد يبقى جنبها فسلمان قال له لأ وصارة دخلت سأليته هنعمل اي دلوقتي قال لها المستشفى مش هينفع تستنى حالتها خطيرة واهلها مش راضين نيجو قالت له بتتكلم جانت طب انا شايفة ان ده افضل وقت انك تصريحها بمشاعرك خليك جنبها لازم تقولها انك بتحبها وما تخبيش وفضل سلمان نايم جنب عائشة طول الليل وصحيت سأليته انا فين قال لها كنا ماشيين وفجأة اغم عليكي وحاول يقول لها انه بيحبها لكن هي تويت في الكلام وقالت له بعاد لي سارة وروح انت انده الدكتور ولما سارة دخلت لها قالت لها ممكن اطلب منك توعديني ما تسبيش سلمان لوحده خليك معين اتجوزوا وفجأة بنشوف جهاز القلب بيصفر وسلمان بيصوت وصارة بتعيت والدكاترة قالوا انها ماتت وهو جالوا انهيار عصبي وبعدها بنشوفهم لابسين اسود وبيقول لسارة كل اللي يجيبوا ربنا خير الحمد لله ربنا يرحمها قالت له سمعت انك عايز ترجع جكرتا قال لها قريب ان شاء الله فقالت له ايه رأيك نرجع سوا انا حجزت التذكر اتفقنا وفجأة جات اخت بيان فوقتها من سرحانها وعرفت انها انضمت لمجموعة شباب الهجرة بتاعتهم فقالت لها كويس تاري مرات اخوكي هتساعدك تاري ما بقيتش مرات اخوية فصارة النحت وتأكدت انهم فعلا اتطلقوا وخير اللهم اجعلوا خير تاري فجأة بتلاقي الباب يخبط وبتفتح لقيت صرف والشهة دخلتك دي انا بكرهها من المسم الاول وبس خلاص بسم الله بتبدأ الحلقة الرابعة وتاري بتقابل اخت بيان اللي بتكون عزمها على المعرض وفتح بيقول الله عمده شكلها احلى بالحجاب وتاري بتقول لها مبروك هتلبسيه امتى مرسيه على العزومة الحلوة دي تعرفي انا بقالي كتير جدا ما خرجتش هتفسح في مكان مفتوح كده قالت لها معقول بقالك 3 شهور من ساعة التلوق ما خرجتيش من البيت بروح السوبر ماركت اجيب اكلنا بس وقالت لهم تعالوا بقى وريكوا المعرض جوا في حاجات حلوة قوي وحشتيني قوي فتح ودخلوا يتفرجوا على ازدالات الصلاة والطرح وعدوا على كورنر كتب الاطفال واليوم كان جميل ونروح لبيان اللي بيحاول لسه يموف اون ويوقف شركيته على رجليها من جديد والسكرتيرا بتقوله محتاجة توقيعك هنا وموظف تاني قاله وهنا كمان لو سمحت وليسه يشم نفسه واحدنا دهله تاني قاله اصطباحنا بقى على الصبح وما فيش مدير هنا غيري ولا ايه الموظف قاله انا سايب لك على مكتبك من 3 سيام شغل يتراجع انت اللي مأخره فبيانك كسف والموظف خرج بيقول لنفسه اندي هتخربها انا عارف تبا لكي اياتو هالشركة الملعونة وتاري بتتفسح وتحاول تتبصت لقيت صارة تاني في وشها عضوة في المعرض وبتبص عليهم من بعيد فافتكرت ونرجع فلاش بيك لما زاريتها في بيتها والشغالة استخسرت تجيب لها عصير وقدت لها كوباية مياه بقرف وصارة بصت لصورة تاري وبيانة على الحيطة وقالت لها سمعت انه كتطلقته عاملة اي دلوقتي تاري قالت لها قدره لوه مش افعل ها ايه تاني قالت لها انت متدينة اكتر مني صح وانا عرفت انه طلقك تلت مرات والطريقة الوحيدة دلوقتي عشان ترجعوا انك تتجوزي راجل غيره تحسوا صارة دي مستفزة عايزة جنازة وتشبعي فيها لكم عايزة بونا تاري قالت لها بس انا مش هتجوز راجل تاني فشربت المياه من سوكات مش انتو بتقولوا عليها طيبة طب ايه بقى اللي موديها لتاري دلوقتي ده اكيد نسم استخبي بس انتو بس اللي طيبين ونروح لكينان في المعرض اول ما شافتها سحبت تاري وراحت جار يتسلم عليها وقالت لفاتح السكر ده اكيد طالع امور كده البابا مش كده على اساس ان تاري ارتاس جوافة فقالت له سلم على طانتك سورة خلينا نغور من هنا وبيبدأ افتتاح المعرض وسلمان بيقرأ صورة الرحمن وبعد ما خلص صار عرفتهم ببعض فتاري قالت له اسمك سلمان على اسم سلمان الفريسي صديقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ده اللي ده له على فكرة حفر الخندق قال لها ده انت درسة سيرة الرسول بقى عليه الصلاة والسليم ونروح لامي اللي انطلع عين البنات في الشغل شيلوا الكنبة من هنا حطوا ده هنا شيلوا الميتين اللي تحت وجوزها اتصل بيها انت فين؟ قالت له في الكافيك جديد في حاجة قال لها امي انا في حاجة مضايقاني جدا لكن نفضت له وبتقول البنت انا قلت لك الحاجات زي تترسي هنا مش هناك وجي ابوها كمل عليك وقال له مش بنده عليك سيب التليفون اللي في ايدك الحوض اللي فوق بينقط ميا اطلع صلحه والتانية ردت وقالت له اطلع بقى شوف بابا عايزك في ايه ولسه بيقولها مستنيكي ابوها قال له انت لسه عندك ماسك التليفون وهي خلصت وروحت جاري بالبتيناج بتاعها لقيته مكشر وقال لها باباك يا خلينا نطف الحمام يا امي قالت له ميل وما كانش نظيف يعني قال لها بس انا مش بشتغل عندكو انت عارفة انا عايز ايه قالت له طب عايزني اعمل ايه يعني اسيب بابا يعيش لوحده قال لها ناخد شقة ايجار قريبة فقالت له مين بقى اللي هيدفع الايجار وانت ما بتشتغلش قال له عشان ما بشتغلش تعتبروني الخدمة وابوها دخل وقال لها يا امي انت معطلة ايه دمعات غسيل الموعي بعد ما تخلص المطبخ اعملي قهوة سكر زيادة ها ما تنسيش فالصحب عليها ونروح لبيان اللي بيسمع الخطبة في المسجد والايمان بيحذرهم من الغضب في كل مجالات حياتنا في الشغل وفي العيلة حتى في الجويز يعني تتنرفز عليها فتطلقها او تترودها من البيت جواز ايه ده اللي يوقف الرجل ومراده في المحكمة وبيان بيقوله ما تيه تضربني ألمين عحسن والشيخ بيكمل وترجع ندمين زي العيال الصغيرة لأ ومتكبر كمان ومش عايز تعترف بغلطك والراجل اللي يعمل كده في مراته ما يبقاش راجل مانا كنت صليت في الزاوية اللي جنب بيتنا بتل التهزيق ده والشيخ بيقول العناد والتصرع ده مرض لازم نحاول نتضرب ونصبر فكر كده ثواني هتلاقي نص كلمك ملوش لازمة وبيرجع من الصلاة يلاقي تاري وابنه نزلين من عندهم فحضن ابنه قوي والولد قال له انت وحشتين يا بابا انا مش بارد اكل طول ما انت مش موجود ومامته قالت له اتأخرت ليه ملحقتش تقعد مع ابنك شوية قال لها نجيته بس تاري قالت له انا ماشي خلاص مش هدخل جوة تاني والولد كان رفض يروح بس بيان قال له روح مع ماما دلوقتي وانا هجي زورك في البيت ونلعب مع بعض وسلم عليهم وتاري خدته ومشيت بعد جده بتحضر الاكل مع مرات عمها اللي خلى فاتح يتوضى ولبسه الطقية وقال لهم انا هاخده معي الجامعة نصلي سوا وتاري كان شكلها زعلين ومرات عمها قالت انت محتاجة باباكي في الوقت ده مش كده وحضنتها وهم داخلين المسجد فاتح قاله انا مش عايزة صلي مع حضرتك انا عايزة صلي مع بابا قال له يعني نستنى بابا ونتأخر على فرد ربنا اللي بينده لنا لا حرام يلا يلا نلحق الصلاة معيهم وبعد ما صلوا وبينبسوا الجزمة وفجأة سلمان جي سلم عليهم وعرفوا على نفسه وعارف ان ده حفيده وقال له اسمك ايه انت صليت معانا النهاردة في الجامعة صح؟ كده ليك عندي هدية وده له لعبة فعلا من اللي بيهادوا بيها الأطفال عشان يحببوهم في المسجد وجده عارف ان سلمان هو الإمام وكان إمام مسجد ميل بورن في استراليا فقال له انا بدور على حد يحفظ فاتح القرآن لو كان عندك وقت تحب تساعدنا وسلمان وافق وبيان ماسك في انجان الشاي اللي تلج وهم تنح والموظف ده خل يقول له رجعت الملفات ومضت هلنا ولا لسه قال له لسه هقروها فرده وقال له انت من يوم الجمعة في أجازة مرادية ومأخرنا فاتنرفز عليه وقال له خروج بره وتاري ووصلت للكفيك الجديد بتاعها والبنات عاملين لها السيربرايز برئاسة العصولة امي طبعا ولما قاعدوا شكرتها جدا على اهتمامها بالمشروع وهي مش موجودة قالت لها سكوت يا شيخة البنات دي مجنين مفيش واحدة فيهم عقلة ابقى دفع انت بقى فاتورة الكهرباء ما طفنوش التكيفات بقى لنا اسبوع وبدأوا يحكوا وقالت لها ان جزء بقى حساس جدا بابا مش قصد يضايقه طب يطلب منه طلبات زي ابنه يعني بس هو فاكر انه مشغلوا بلقمته قالت لها ولسه ملاقاش شغل فاقيمي قالت وانا ميل هو انا اللي قلت له يستقيل هو السبب مسائلي زيادة عن اللزوم مش عايزة بقى صاحة في رياضي لا عايزة بقى صاحة في سياسي تاري قالت لها حبي جزء شوية وده العين يا شيخة بلا حب بلا بطيخ انا ماليش في الترزيق بتاعكه ده هو شخص حساس ومتردد مفروض يكون شايل مسئولية كده وقد قراراته هو مين الراجل فينا ومين الست حتى بابا لما بيضايقه بطلباته بيشوف رد فعله ايه فبيلاقيه وافق ليه بقى ما بيقولوش لأ تاري قالت لها جزء راجل محترم وعائل واحد عاطل عن العمل وعايش مع اهل مراته عيب يغلط في حمال انت حاولي تحبيه اكتر من كده وقفي جنبه لحد ما يلاقي شغط وخليك روماسية شوية قالت لها تنيلي كان القرد نفع نفسه وطبع ليه مرافي اللي كان في الجزء الاول فاكرينه وتاري تخدت ايه اللي جابه هنا ده امي قالت لها انا اللي كلمته محتاجينه لقدرت الفرع التاني هو انت يفاضيالنا احنا محتاجين حد خبرة وجريت امي تعمل ميتنج معاهم جوة وتاري نفضت له موردينش تدخل معاهم ونروح لبيان اللي بيقابل صورة وبتسأله عالشغل قال لها زفت شكل مش هطول فيه سألته لسه متضايق بسبب حوار تاري لو فيه اي حاجة اقدر ساعدك بيها عشان ترجع لها اقول لي عمل هيلك ولو مش هعرف اعمل ده اعتبرني صديقة ده انت اللي خرقتني من الاكتئاب لما مات قلدي وعمري مهانسة ده وبنشوف روفي اللي بيشرح للبنات اهمية القهوة عند الناس وانه لازم يلعبوا على الحتة دي كويس وانه 90% من الناس بيشربوا قهوة عشان يرفقوا في شغلهم الصبح وتاري بتتفرج من بعيد ولما خد باله دورت وشها وروحت بيتها لقيت سلمان بيحافظ فتح القرآن قالت له انا فتكرتك انت سلمان الفريسي مش كده اللي صاره عرفتنا عليك في المعرض وعمها جيه وقال ما شاء الله ده انتو تعرفوا بعض بقه طب احضريني يا تاري مش رودي ياخد اجر على تحفيظ ابنك للقرآن قالت له لأ ما يصحش كده قالها انا حابة باخد ثواب انه يقرى القرآن بشكل صحيح انا مبسوط كده وابنها قال لها بصلي جاب لي اللعبة دي وشكرته وثابتهم مطلعك وعمها طلع جاري وراها يا بنتي استني ايه رأيك في سلمان ده ايو ميلو يعني قالها راجل محترم وزاكي انا برشحولك كزوج مسيلي قالت له عمله ايه يعني انت عايزني الفة على الراجل قالها لأ انت ستة محترمة بس عرفيه انك سنجل ماظر قالت له سنجل ماظر طب لو قلتلك انك رهت صنف الرجالة ومش عايزة تجوز تاني قالها بصي لبنك بقاله قد ايه مقشر متحكش اللي معايين عموما فكرني وبيان بيدخل قطه ومسج بيجيله من صورة لو محتاج اي مساعدة مني ما تترددش تطلبها يا بنات البنت المحترمة ما بتفضلش تتلزق كده وترجع تقولها نانيتي طيبة المحترمة بتقفل الباب تماما ما بتسيبوش موارب لحد ييجي الشاب بيحاول معيها ما يلاقلهاش مدخل غير الجواز والرجالة فاهمين الكلام ده كويس وفي نفس اللحظة تاري بيجيلها ماسج من رافي انه مبسوط قوي انه شافها النهاردة وبيتمنى يشوفها تاني وبيان تاني يوم الدنيا في الشغلة مقلوبة فوق دماغه وتاري بتلاقي رافي جايب لها هدية وبيقول لها يا رب ما ترميهاش في وشي زي الورد بتاع المرة اللي فاتت وطلب منها تفتحها لقيتها طرطة ومكتوب عليها الى اكثر امرأة باحترمها في العالم وقال لها كان ممنوع قرب لك لانك متجوزة زي ما قلتي بس دلوقتي انتي ما بقيتش مرات حد اسمحيلي بقى اقرب منك واطلب ايدك وروحت البيت لقيت سلمان بياكل معيهم واخر شهياصة وعمها قال لها انا فكرت عزيمه على العشاء مخصوص عشان تبقي موجودة عارف يا سلمان مين اللي عمل الشربة الحلوة دي يا دي ام الشربة انتو عايشين على الشربة مفيش لحمة وفراخ وبعد العشاء كله من الترطة وعارفت ان ابوه وامه ماتوا من زمان وجدته هي اللي ربته زي امه وقالت له انت شبهي امي وابويا ماتوا برضو من زمان وانا صغيرة وعمي اللي ربوني وانا لو من رافي اجي اخد الترطة بتاعتي وبيان اول مروح ابوه مسكوا هزاقوا على الشركة اللي قلب عطبونا قال له الموظفين كلموكش تقولك مش كده انا كنت عارف بابا قال له الموضوع مش في الشركة خالص بابا قال له الحوار مش كده الشخص العائل يقدر يفرق بين شغله ومشاكله العائلية قال له انا واخد الشركة وقع فبابا قال له لايب مش في الشركة انت شخص غير مسؤول فتنرفز وقال له رايح نفسك انا سيبها لكم خدرة وصابه وطلع وتاني يوم في الكافيه رفي قال لها تقبالك تتجوزيني فسابته وقامت تشوف شغلها وابو امي لقى جوزها بيعمل سرشة عن الصحفة السياسية قال له مش دي اللي انت مش بتحبها هو انت زيقت من شغل البيت ولا ايه قال له بحاول قال له يا بني انت مدايقها على نفسك ليه اشتغل اي حيجة ان شاء الله حتى في مطعم او مصور انت محترف تصوير فرده وقال له نعايزة بقى صحفي فقال له الرجالة لما بيكونوا عطلين عن العمل ستاتهم بتضطر تنزل تشتغل وانا بقى صعبان علي بنتي ليه النهار بتدور ازاي تجيب فلوس بقالها 3 سنين مش عارفة تبقى ام بسببك يا بني كل فرد فيك وليه دوره مش عارف ليه بتبدله الادوار ونروح لعم تيري اللي فجأة بيزور سلمان وبيقدم له شي فقال له المثل بيقول اخطب لبنتك ولا تخطبش لبنك وانت راجل محترم ايه رأيك تتجاوز تيري انا بنتي غالية وتستحق راجل محترم زيك ونروح لامي لأ بتهزاري رفي طلب ايدك طبعا ما انت بعد الطلاق بقيت يمنوره جبتي الراجل على ملا ويشه عارفة يا تيري الست المتطلقة دي عاملة زي السكر الناملة بيتلم حواليها وهي مشيت وثبتها من هنا وفجأة دخلت الكافية واحدة تهلل انت يا اللي اسمك تاري انت فاكرة نفسك ايه عملت ليفي على الرجالة محدش مالي عينك والناس بتتفرج قالت لها انت بتكلمين انا قالت لها اه يعني هو في حد غيرك احسن لك تسيبي خطيبي في حاله ولو قربتي منه تاني همسح بكرامتك الارض فينك يا ايمي ايه اللي مش هيكي واول مرة واحد جزها قال لها كفاية بقى الحد هنا قالت له في ايه بابا طلب منك تنظف الحمام تاني قال لها لا يا ستي بيقول ان انا السبب انك محملتيش لحد دلوقتي من ثلاث سنين جواز فقالت له ده راجل كبير ما تدقش على كلامه قال لها بس دي الحقيقة انا مخلي موخك مشغول ازاي تصرفي علينا قالت له بصراحة انت over عديني كده عشان عايز اخد شاور وقامت الصبح من نوم لقيته لم هدومه وصاب لها البيت وبيان نزل لاخته وقعد معاه على حمام السباحة وقال لها وحشيتني الاعداء معيكي بقولك هو ايه حوال مكتب الارشد والاجرة بتاعكو ده وبعدين انت ناوية تتحجيبي فعلا قالت له مترددة ناس بتشجعني وناس تانية بتقول لي لأ قال لها انا اول ما تعلمت سواءة الموتسيكل الشرطة طلبت مني ألبس الخوزة اكباري واحنا ما بنحبهيش بس تفتكري لو يوم حصلت حدثة مين المسؤول سواءة الموتسيكل عايزة حذر ومحتاج غطل الروس عشان يحمينها واللي مش هيلبسها هو حرف قراره ويتحمل نتيجها قالت له بحبك يبيان وبحب كلامك معي دايما اخوي حبيبي هو اللي بينجح يقنعني قول لي بقى انت عامل ايه قال لها ندمين اني طلقتها ومش عارف ابدأ من غيرها خالص قالت له جرب تعمل حاجة جديدة اخرج اتفسح او حتى اطبخ اكلة بتحبها وفتكر اول يوم قرب فيه من تاري وعمل لها اندومي بنفسه وقام جاري وقال لها انت عسل عبقرية ودخل يطبخ نفس الشربة اللي بتحبها وخرج بالعربية وهو مبسوط وتاري قعدة عالكنبة بتفكر في كلام البنت اللي هزقتها وفي كلام عمها عن سلمان انه عريس مناسب وفكري في سعادة ابنك وبتبص في صورتها مع بيان والباب فجأة بيخبط وتلاقي سلمان في وشها وفي نفس ذات اللحظة بيان جاي بعربيته منشكح وجايب لها الشربة اللي عملها لها ولقى عربيها غريبة وشاف من برة سلمان قاعد مع تاري وعمها وبيقوله انا اللي يشرفني اني ناسبك وتجوز بنتك ويعيني الاكل وقع منه في الارض صعبت علي وبس خلاص بسم الله بسم الله الحلقة دي بقى بتبدأ باخر حيكة كان ممكن اتوقعها في حياتي صارة بتدي سلمان ورقة وبتقوله ده هيكون عقد جوازك انت وتاري مؤقت وبعد كده هتطلقها قالت له حرام عليك ساعدهم دول بيحبوا بعض وجوازك المؤقت منها هيحل المشكلة انت هابلة مش كده انا مالك ده كله ده راجل مجنون طلق مراده والمساعدة ما بتكونش بالشكل ده وعلى فكرة ده ضد الدين الزوج المحلل حرام لكن اتحيلت عليه وقالت له انت راجل بتعرف ربنا وهم بيحبوا بعض وبيعرفوا ربنا برضه على فكرة وانت الوحيد اللي ممكن تعمل ده تساعدهم يرجعوا تاني انا عايزهم يرجعوا البعض يمكن اعرف الجوز انا حد فيكو في الاخر وبتفتكر لما قابلت بيان وقال لها انت تعرفي اللي اسمه سلمان ده قالت له ليه قال لها انا جرالي زي ما بيحصل في الافلام والله رحت صالح مراتي لقيت راجل تاني بيطلبها للجويز فارتبكت وقالت له طب كويس كده ممكن ينفصله في يوم وتقدر ترجع لها قال لها يا سلام طب لو عجبهم الحل بقى وعاشوا مبسوطين اروح انا ولع في نفسي ولا هفضل عايش عمري على امل انه يسيبها وتاري تبقى بعيد عني وتعيش مع راجل غيري انا دماغي ساحت وخلاصها الجنن اتسرعت وطلقتها غبي وكانت مستغربة جدا انت عايزها قوي كده بعدها بتجيب له ابنه يشوفه في الملايه وفتح بيقول له انت عمرك ما كنت فضي تفسحني اول مرة تيجي معينا مش نقصك يا ابني خليك محضر خير انا جيت اهوي حبيبي قال له هدعوم معي صح بيان قال له انا ما جبتش الميوب وتاري قالت له بابا جاي من الشغل حبيبي تعبان على هنا ودرمي اخدته وطلعبه وهو قال لها تعليلي يا حلوة انت بقى موافقة تتجاوزي قالت له مش عايز اتكلم في الموضوع ده دلوقتي انا جاي تفسح اف ايه ده ما تعكرش مزيجي قال لها انا اللي بعكر دمك قالت له انت تاني جاي تتخنق هنا طب خلاص قفلي عن الموضوع قالت له ركز مع فاتح وفسحه فقال لها اه طبعا انا جاي لهو ام الفاكراني جاي قبلك مش عايز شوف وشك اصلا وفجأة طب عليهم سلمان السلام عليكم وبيان كان ناقص يبخ عليهم نار من بقه زي الدمين ومرضيش يسلم عليه وبصله بقرف وشدها من هدوبها وقال لها انجاري قدامي وخدع على جنب قال لها انت عزمالي خطيبك قالت له انا لسه بفكر ما اتخطبناش فقال لها بصيلي هنا قالت له ده مكان عين واحد قطع تذكرة ودخل انا ميلي قال لها خلاص نطرده وليسه رايح له وهي وراها لقوا صرف وشه عاملين ايه حلوين وتاري شدده من هدومه وقالت له نجر قدامي دي بقى ايه اللي جابها هنا قال لها حديقة عامة دفعت تذكرة ودخلت وقعدوا اللي ارباها على تربيزة واحدة وديرمي جابت لهم كلهم مياه وجات عند سارة رمتها لها بقرف وفتح قال لهم انا عايز العب في الاكوة فسلمان قال له يلا بينا بيان قال له انا فتح قال له هو انت مش قلت مش جايب ميو وراح يشترى الميو في ثانية وجيه عايز يولع فيهم وفتح بيشجع ايه يا بابا وراح يتزحلق معي بس الولد ما عجبوش ولما سلمان زحلقه نزل يقول لبيان عمه اسرع منك فبيان قال له ننبطق اللعبة بمزيجي فقال لهم طب ايه رأيكو تتسابقوا ونشوف مين اسرع ووقفه هم اللي اتنين قصاب بعض يتسابقوا وبيان نزل خايف وسلمان سابقوا ونروح لامي اللي بتتصل بتوب الارض ومش لقيا جوزها وباباها سألها ليه قالت له مسافر في شور قال لها لما يرجع ابقى خليه نظف البيت قالت له غريبة يعني طول عمرك بتنظفه بنفسك حتة حتة ليه اعتبرته خدامة عندك يا بابا قال لها انت بتفكري غلط ما هو يشتغل جوه يا بره أمال هنصرف عليه ونخدمه كمان على الأقل ينظف مكان ما هو عايش ونروح لصورة اللي بتقول لتاري أنا اللي عزنت سلمان قالت لها طبعا هتبقى مبسوطة لو اتجاوزت ومش كده صورة قالت لها رجل محترم ومناسب ليك قالت لها مناسب ليك انت كمان ما تجاوزتهوش ليه انت فتخضت وقالت لها انت فاهماني غلط ردت وقالت انا مش فاهمة غلط انت عايزين اتجاوز سلمان عشان انت تاخدي بيان صح فسرحت وفتكرت لما جابته المعرض وشوريت له على تاري من بعيد بس اول ما شاف هتمنع قالت له فيه ايه ركز معي انا اقنعت كنين تجيبها المعرض عشان تتعرفه كأنها صدفة وبعد ما تعرفه وتاري مشيت قالت له عجبتك قال له هطلقه الزيدي قالت له فكر في النوم الغلبين ولما قعده قالت له بعد ما مات قلدي معرفت قد ايه الفراء صعب وقظم انت كمان جربته واللي بتحبها ميتت بس دلوقتي عندنا فرصة نخليهم يرجعوا البعض بدل ما كلنا سنجل كده ساعدني قال لها انا فاهم مشاعرك تماما لكن ده حرام شرعا بصي انا منكرش انه عجبتني هحاول اقرب منها بس لو جاوزتها مش هطلقه واتبسطت وتاري انت هتلاع فوقتها وفتح جي جاري يقول له معامو سلمان غلب بابا ثلاث مرات وبيان بيقول جاري شد عضن عادي يعني عموما نلعب تاني لو غلبتني عزمك على الغداء وراحه يتسابقه وصاره بتسقفله يلا يا بيان والتاني عايزة جيبها من شعرها وبيانه وقعتيني وتاري شجعت سلمان فطلع صاحبنا مقموس وقال لها انا مروح البيت مش هتنطط زي القرجوز عشان تتبسطه وقال لها بالخروجة غم واما بتروح عمها بيسألها موافقة تتجاوز ولا لأ قالت له لأ فقال لها الفرص مش كتير لو رفضتي مش هتلاقي راجل غيره ومامة بيان بتسأله هي هتتجاوز بجد قال لها معرفش كنان أخته سألته هو مين بتقدم لها قال لها الزفت اللي اسمه سلمان فاتخضت إمام المسجد بتاع مكتب الهجرة ده زوج المسال يابني ياريته كان جي خطاب نانا ومامتها قالت لها تلمني وبابا سأله هتعمل ايه في الشركة سبتها خلاص وبيان حاسة ان الدنيا كلها فوق دماغه ومنروح لإمي اللي بتاعيت لتاري ومش عارفة ترجع جزها البيت ودلوقتي يعمل بيات شتوي في الكهف بتاعه ومش هنشوف وشه تاني قالت لها ما تعيتيش بقى تلاقيه بيدورة على شغل وريجة فإمي قالت لها وانت وافقتي على العريس ولا لأ تاري قالت مش قادرت رح بياني أنا كده بقزيه نفسيا برح صعب علي قوي وفاجأة جات بنت بتجري وبتوريهم الفيديو بتاع الست اللي هزقتها منشورة عن نت والناس كلها بتتفرج عليه وتاري قالت لها عجبك كده من بكرة يجي مدير تاني للكافية غير رافي ده وعمها طلب من سلمان يستنى شوية وما ردش عليه وما رديش يقفل الباب خالص وفي المحاضرة سلمان بيخلص وبيقول حد عنده اي سؤال وكنان ردت زي البتاع وقالت له عايز تتجاوز مرات اخويا ليه الدنيا دقت عليك ملقتش غيرها وصارت خدت وسلمان قال لها بحبها قالت له يا سلام امتى بقى حبتها قال لها ست محترمة زي دي اي راجل يتمنيها فاتنرفزت وخرجت والبومة خطيبة رافي جت تتخنق مع تاري وقالت لها عجبك اهو سبني واختفى ومش لقياه فتاري قالت لها غر من وشك وقبل ما تمشي هددتها لو رجعلك تاني هفضحك في قلب بيتك ونروح لقيمي اللي بترجع مأموسة من بابوها فقال لها انا عارف انه ساب البيت سبيه دور ويشتغل وينشف وفجأة جوزها دخل عليهم ولما خدها ودخلوا القوضة اتخنقت معي لانه سبع ومشي ومش مستحمل مسئوليتها وكل شوية يهددها انه يبعد عنها وهي مطلوب منها تصرف على البيت وهي سكتة وقالها يسيبها وهو تعرب من الكلام وقال لها تصبحي على خير قالت له قفل قفل في الكلام وانسحب زي كل مرة اهرب اهرب ورزعها بونية جات في المرية وابو بيان رجع مع الشركة عشان يحل المشكلة تحت اشرافه وبيان اعتذر للموظفين عن اللي فات كله وقال لهم هنبدأ من جديد وهوقف الشركة على رجلها وما فيش شغل هيتأخر ولو حد فيكو هيشتغل الصبح فانا هشتغل فيها صبح وليل وما فيش ولا فرعه هيتقفل وابوش هتجعه وقال له انا فضهرك وفتح قاعد مع صحابه وكل واحد بيحكيله عن بابوه وشافت صاحبه مع ابوه وديقت هي كمين وبالليل لقيته ناي مع الكنبة وقالت له ايه اللي جابك هنا قال لها ما بترديش عالتليفونات ليه انتي السبب وليس هتهزقه سمعوا البومة تحت بتصوت في الميكروفون وبترشهم بتفايات الحريق وكسرت ازاز البيت كله وعملالهم فضيحة وبيان سهران في الشركة وبعد ما الليلة خلصت تاري اتصلت بيه بتعيب وقالت له محتجيلك قال لها عندي ميتنج قالت له ميتنج 12 بالليل قال لها اوه كلميني كمان ساعة كون خلاص حبكت منت كنت رايح تعيط لها وكالعيدة ما لقيتش حد جنبها ولا يسمعها غير ربنا فتودت وصلت وبصت لابنها وتاني يوم عزمة سلمان هي وعمها ووفقت قدامهم كلهم مع الجواز وبس خلاص وبعتزر عن جودة الصورة لانه لغاية دلوقتي منزلش رسمي ودي اعلى جودة لقيتها اسماني عاملين ايه ما تأخرتش اوه عليكم جبت لكم الحلقة السادة بجودة حلوة وترجمتها كمان لايك حلوة كده زيك ويلا بينا بتبدأ الحلقة السادة وسلمين بيفتكر لما كان طفل وامة خانقت مع بابا وسبك له لبيته طفشة وسمعه بيتحايل عليها تفضل عشان ابنها بس هي نفضت لهم وخلعت وجدته هي لربته من بعدها بدل ام وبيفوقه وقعد يتكلم معام تاري اللي بيتفق معاهم على معاد كتب كتير ودي تاري راح تبلغ ام بيان انها خلاص هتتجوز وهو واقف عالسلم سامع ومامته بتقول لها انتي عارف انا باعتبرك بنتي وعمري ما كنت حميتك وبالرغم من زعلي لكن بتمنالك تكوني سعيدة وابو قال لها وانا بدعم اختيارك وبيانها يتشال لفوق هو ده مش ابنكو انتو جايبينو من الملجأ ولا ايه وثاري عياطت وقالت لهم طول عمري باعتبركو ام وقب ليه وحضنتها وقالت لها خلي بالك من بيان وهي ماشية بيان نزل جاري وراها لكن خلاص مشي وركب العربية وهو هجاني وراح لها عالبيت قال لها هتتجوزي بالسهولة دي انا ما كنتش نهيت يطلقك قالت له ربنا بقى اللي اعلم بالنواية ليه مش مصدق اني ما بقيتش بتاعتك قال لها عشان بتحبيني وانا مش عارف اكمل حياتي من غيرك مش عارف اتعامل مع الناس ولا اشتغل قالت له ابنك محتاج اب في حياته وفضل يترجوها تلغي جوازها واجي عمها وسلمان وهو بيشدها من ايديها ومش رودي يسيبها فسلمان ادخل فضربه وعمها حجز بينهم وقال لبيان مش عايز اشوف وشك هنا دين وطرده وبقى شكله قدامهم زفت فقال لسلمان انت بتتفرج واسعلي العربية عشان اتنايل اخرج فرحان انتهى مش عارف انت طلعتلي منين ونروح لامي اللي مقموصة وخرجت تتسحب عشان ديكل بس باباها قفاشها وقال لها بقالك يومين متجنبيني وحبسة نفسك مع اني اقرب حد ليكي مخبية عني اين قالتلو مفيش قالها طبيعي ايز جين بيختلف عيدي يعني فردت وقالتلو ان جزء محتاج وقت يفكر قالها يفكر ده ايه لو فض المستهبل كده هطلقك مني ايه الرجالة دي ونروح لسلمان اللي بيدي لصورة دعوة الفرح قالتلو بس احنا لسه على خطيتنا مش كده فسكت وصحبتها جاتنا دهيت له في شغل هو اصلا مش ناوي يطلق يا صورة من تاري وازاي حبها واحدة واحدة وقدرت تحتل تفكيره وتاخد مكانها في قلبه وتربع الحب بعد الجواز مختلف تماما بيديك الصلاحيات رائعة وفرصة تتغلغلي في كيان الرجل بنعومة وهدوء وما بيبقاش فاهم ايه اللي بيحصله فلما تبعدي دماغه تدي ارر وطف ونروح لتاري اللي جدة سلمان عز معها الغدعي وبنها ولحظت ان سلمان مغطي صور طفولته مع مامته بستورة وقال لها عشان مش عايز اشوفها وبعد الغدى جدته قالت لها مامته صبتهولي من هو ست سنين فجأة قال ايه مش طيقة العيشة مع ابوه وهو طبعا معرفش يربي طفل لوحده وجاله اكتئب وبعدها بسنة مات واصبح سلمان بدون اب كمان وامه سفرت امريكا وتجوزت وعاشت حياتها ونسيت ان عندها ابنه هو الضحايا الوحيدة لكل مشاكل ابوه وامه وتمنيت طول حياتي يلاقي زوج حنينة تحسسه بالحب وتحتويه والحمد لله اهربنا بعدك لي وهو كان بيلعب مع فاتح في الجنينة وبعدها قعدته على رجلها وأكلته بأيديها وفجأة تاري جالها تليفون مهم وطلبت من سلمان يروح معاها الشرطة حيلا ونروح لاخت بيان اللي بتحاول تقنع بابوها وامامتها انها تفتح مشروعها الخاص وامها بتقولها مشروع ايه وبتاع ايه انتي فعزي شبابك حبي وتحبي وتجوازي وخليفي انا جايبالك عريس لقطة ما يتفوتش قالت لها بلا حب بلا بطيخ انتي فكراني بيان ابنك يا حجة وبيان قاعد مع صارف الكفير هيشلها بيقول لها انا مش متخيلها مع رجل تاني غيري قالت له مش ممكن هي دي الطريقة الوحيدة عشان ترجع لها قال لها وانا بقى اعدادة يتطلقوا بسرعة مش كده احكيلي عن سلمان ده تعرفي عنه ايه قالت له احسن منك فحاجات كتير كفاية انه طموح في شغله ومن ناحية التدين فهو انم مسجد اصلا وبيقرأ القرآن بصوت حلو قوي قال لها انا كده ترعبت اكتر كده تاري مش هتطلب منه الطلاق بص يا سارة انتي روح يشوفيلك عريس برا الشلة دي وريح دماغك وتاري رايحة الاسم لقيتهم مسكن المجنونة متلبسة كانت بتحاول تولع في عربيتها والشرط يسألها هتقضيها ولا هتتنازلي عن حقك لكن تاري بصت لها وتنازلت والظابط قال لها من هنا وريح لازم تاخذي حذرك منها والمجنونة شكرتها واعتذرت لها وسلمان قاعد ورا بيتفرد ونروح لامي اللي راحت صلحة جزها وانجابته البيت وطلبت من باباها كمان يتديره فرصة لكن كالعيدة قطموا بالكلام وقال له ان اتصلت بابوك وطلبت منه انك تطلق بنتي عشان انت راجل مستهكر وامي حاولت لطف الجو وحضنت باباها وجيه هو يوحدونه قال له انت لأ بس هي شدته بعدها خدها على قضتهم ايوة عند نفس ذات المرية اللي ادش ملت وقت الخنائة ونروح لكينان اللي قاول ما شافت العريس من بعيد طلعت تجري وراحت تلعب في الملايه لوحدها ولقيت شاب جنبها عمال يكسب دباديب ويحوط في الشنطة وهي الدراع بتاعها بويز قالت لهم تنصب على فكرة قال لها جري لعبي بعيد وفي الآخر سبلها شنطة الدباديب وميشي وباباها اتصل بيها وقال لها بطالي قلة قدب وتعلي حيلا فراحت تسلم عليهم ولقيت بتاعي الدباديب جي قاعد معهم عالتربيزة وروحوا البيت وهما بيتحكوا وابوها بيقول لبيان فتك نص عمرك ما شفتش عريس اختك معينك وقاعدوا يهزروا وبيانت دايق بس قام قال لها مبروك وصابه مطلع ومامته بعدها شافت دعوة فرح تيري عالتربيزة وهو دخل قطه وفضل يسوت ويكتم نفسه في المخد وحدف الدبلة في الارض ونروح لعم تيري انه بيحضر قاعة الفرح ومبسوط وامي جات هي وجوزها يشاركوا التحضيرات وتاري قالت لها تصالحت اهو امي قالت لها اما لا سيبه يطلقني هو انا هابلة زيك فقالت لها انا مش عارفها اتجوزه ازاي انا لغاية دلوقتي بقوله يا حج سلمان قالت لها حج حسن يخونت حبي البيان فامي قالت لها خراسي خالص ما سمعش حسك تاني انت فهمه ونروح لعيلة بيان اللي ايمين الصبح مبسوطين وبيحضروا نفسهم لفرح تاري وابوها جاله تليفون مهم بعدها قال لبنته العريس غير رأيه شافوا الفيديو بتاعك اللي اتسارى بع النت وبيان راح يجري على القاعة يمكن يعرف يبوز الجوازة وعم تاري دخل لسلمان قطه في الفندق ووصاه على بنته انا سايبها امانة فرقابتك هي وابنها وعرف انك رجل تستهل الثقة دي وبيان المجنون راح لتاري قدتها فاتخضت وقفلت فوشه البيض وبعدين انت لابسة فستاني سود ليه هي نقصة سواد فضل يتحيل عليها وقال لها اخر مرة والله ارجوك اسمعيني فكرة لما وعتيني تفضلي جنبي هتسيبيني بعد ما عيشتي في حضني العمر ده كله ما بقيتش عايزة غيرك في الدنيا وحياتي وقفت بعدك بقيت بتمنى موت يمكن قابلك في الاخرة وانت قلتي مش هتبطل تحبيني انا الغلطان انا قاسف حقك علي اعمل اي دلوقتي يمكن لما تجاوزي تطلقي منه وعرف ارجعك ليا تاني وجاي دلوقتي اقولك انا هفضل عند وعدي ده ومستنيكي وبدفع تمن غبائي وبموت كل لحظة وانت معين وعديني تسبيه وترجعيلي ما تحليوش يلمس شعرة منك انت بتاعت انا وهي انهورت وقالت له انا كمان من جوية بتمنى ده بس كده حرام وفضلت تستغفر ربنا وقالت يا رب سامح عبدك الضعيف وفتحت ملقيتهوش وبيبدأ الفرح وعمها بيقول زوجت كتيري بنت اخوي على صنة الله ورسوله وسلمان بيقول وانا قبلت الزواج وبيان وقف من بعيد بيتفرد وبيخرج جاري وهو مأهور وصارة بتجري وراه وسبحان الله كما تدين تدين ده نفس الموقف اللي حصل لها زمان ربنا رجعلك حقك يا سارة ودواءه من نفس الكاس بسم الله وتبدأ الحلقة السابع وسلمان وطري داخلين بالعربية على بيتهم وأول ما داخل بالشنط ارتبك وقالت له قضيتنا في الدور الثاني فسألها على قط الضيوف قالت له بتسأل لي قالها خليك انت يفاتح فوق وأنا عبات هنا فاستغروا بيته ونروح لبيان اللي واقف سرحان قدام البسين وأخته بتقول له تلمل ما تعوز على خيب الرجع هي نشف عنينا كده لي قالها أنا متعاود على الفراء جربته زمان فقالت له أنا بقى مش عارفة أنا عايشة لي فرده عينه بالدمع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فقالت له دي من صورة البقرة آية 286 مش كده تأخر الصفحة على يمين الله الله ده احنا بنذاكر كمان مش نويين نتحجب بقى فتح الله عليك انت بتحفظي القرآن وانت بشعرك كده اتحجبي بقى وكمليها قالت له الواحد ساعات يبان عليهم متماسك وماهنموش لكن بيبقى جوانا نار فقال لها نصيبك ما بيروحش لغيرك هتلاقي دوقا مروحك في يوم الايام بس في الوقت اللي ربنا كذبه قالت له طب يا عم الفزلوك ما انت كم معك دوقا مروحك وضيعتها قال له مليش سيرة ولا ذكريات غيرها عشان كده بنصحك ما تبقاش زين ونروح لأبو عرسها اللي بيوري لأبوها الفيديو المتسرب عن نت ومامته بتقول انتشر بسرعة رهيبة وكل الناس شفته ومامة بيان بترد ان النت مليان فابركة وابوها قال بكل وضوح الحادثة حصلت من 3 سنين والبنت كانت ضحاية الشاب اللي اسمه كارلي وكان خطبها قدامنا كلنا لكن طلع مش محترم ومن المجرمين اللي بيبتزوا النساء عشان في الوصهم وبيصوروا فيديوهات غير أخلاقية عشان الهدف ده وانا سجنته ووديته في دهية فالراجل قال له انا مقدر موقفك لكن محدش يقدر يجاوز بنته لوحدة كل الناس شافوها عن نت مع واحد تاني جوازوا مينا عيشاوها سمعة عالتنا فأبوها تعصب وقال له انتو كنتو هتموتوا وتاخدوا بنتي وتنازبونا لكن دلوقتي احنا اللي ما يشرفناش نعرفكم وسبهم وميشي وفاتح الصبح مامته بتفطره سألها هو عمو سلمان هيعيش معانا هنا زي العريس كده قالت له من هنا ورايح هو الراجل اللي هيه تم بينا ويشيل مسئولية البيت قال لها مكان بابا يعني قالت له محدش مكان بابا عمو سلمان هيفضل عمو لكن دوره هنا يحمينا وهو صحي وجي يفطر معيهم وبالليل سألته انت ليه مش راضي تنم فوق معينا قال لها انا بس بشتغل بالليل كتير وبحضر دكتوراه ما حيبش ازعيك وانا سهرون فقالت له موضحها ايه بقى قال لها في السيرة النبوية فاتبسطت وشالت فاتح وطلعت واول ما طلعت قدتها مسكت سورتها مع بيان وحضنتها وعيضت اما سلمان في قدته شال سورة فرحة مع بيان من على الحيطة واما صحية الصبح لقيته بيخسل الموعين وقال لها انا متعود على كده وبعدها قال لهم هروح بقى نضف البسيد ودرمي بتضحك اخيرا لقيت حد يساعدني مش بيان طول النهار اوامر وبعدها راح غسل للعربية بنفسه وتتحايل عليه ارتاح يقول لها انا بحب كده وتاني يوم صحية لقيته قاعد على طبق الغسيل في الارض بيخسل هدومه ونشرها على المنشر اما بيان فبيطلع طاقته في الكورة وجاب جون وصار جايبانه ساندويتش بيرجر وهو بياكل هزره وحكه على الكورة والنوايذي اللي بيحبها وقالت له خلينا نتكلم جد انا بفكر ساعدك في شركتك حاليا انت محتاج دعم ميلي قال لها كافي نفسك الاول وقلبها هزور وفعلا درست معي احوال الشركة وساعدته ياخد قرارات نجحة والدنيا بدأت تزبط وبقت شاركه كل حاجة حتى الموظفين لحظوا الفرق في جديته في الشغل والفروع اللي قفلت فتحناها تاني بفضل الله وراح قال لها ما شفتيهمش وهم بيسقفوا لي قالت له الموضوع وصل للتسقيف لا ده نفتني كتير قال لها كبار السن في الشركة وبابا بيعتبروني تافة وكان صعب اقف على رجلي واقناعهم بالعكس بسه حصل وبقيت جدير بالثقة قالت له انا مبسوطة اني قدرت ساعدك وكانت عايزة تقوله حاجة مهمة لكن فتح ابنه اتصل بي عشان نسي معادهم وقال له مين دلوقتي هيلعب معي الكورة فاعتذر له وقال له هحجز الملعب وانت اقول لماما لحد ما بلغك المعيد ونروح لامي اللي بتجري على جوزها بتحليل الحمل وقالت له مبروك لكن هو ارتبط وما كانش مبسوط فقالت له ميلك اوعد قولي انك خايف من مسؤولات الطفل وابوها لما عرف بقى يرقص من فرحة وقال لجوزها مكشر ليه انت راخد طبعا ما انت عاطل عن العمل هتجيب لبنك اللبن منين وعموما انا هتكفل بيه دي اللاحظة اللي بستمها من زميل وفضل يرقص والتاني ام اموص وامي راحت لتاري بالسكوتر بتاعها قالت لها يا بنتي انت مجنونة ده منظر واحدة حامل ولما تتزحلقي وطقي عليك در ابك قالت لها اصيبك انت رد فعله ما كانش مريحني لكن تاري حاولت تطمنها وقيمي قالت مصيبة لا يطلع زي جوزك وتاري قالت لها لأ علي صوتك اكتر في ناس لسا ما سمعوش سيبك انت طمنيني الحاج عامل ايه تاري قالت لها عمك الحاج من ليلة الدخلة وهو بيحضر دكتوراه في قضل وحده وفجأة جوزها اتصل بيها وبيزعق مع بابوها فقفلت بسرعة وقالت لتاري يا رب ما يضربوش بعض وروحت له جالي فقال لها بابوكي مرة يقول لي دور على شغل ومرة يدور لي هو وجايب لي شغل في مغسلة اكيد يعني مش هشتغل غسالة وقالت له هو اكيد عايز لك شغلانة افضل لكن محدش بيدق كبير قال لها مش لدرجة مغسلة فاديقت وقالت له نفسي تتأمل حيلك لحظة مرة متجاوزين من ثلاث سنين مش عاجبك حيجة لا مش هشتغل هنا لا ده مش من مقامي كل الشغل مش عاجبك الرجالة مجبرة تشتغل ربنا خلاها كده ده اقل حق من حقوقي انك تشيل مسؤوليتي وانت مش موفرهولي وبابا عنده حق قال لها لا يا حلوة الحال انقجر شقة وحدنا وساعتها بابوكي مش هيرا في دايقني قالت له هو ده اللي همك انت خسرت كلام معيك ونروح لسلمان اللي عامل ندوة مسائية وبعد ما خلصه ندع كنين وقال لها حد عايز يكلمك ولقيته العريس فطلعت تجري جري وراها ودالها ورقة من سكيت ولما رواحت قارتها انا ما بعرفش عبر عن مشاعري لكن ابوي وامي هم اللي لغوا الجوازة وما حدش قال لي وانا ما يمنيش مضيكي وعايزك حاولي تديني فرصة وبيان بعد ما خلص الماتش مع صحابه تاري جابت له ابنه زي ما اتفقوا واستأذنت تمشي قال لها خليكي معايا شوية اه قصدي معينا قالت له عندي شغل ولسه هتمشي لقت النحنوحة داخلة سهرة انت بتعملي ايه هنا قالت لها جايباله الاكل يا روحي عندك مانع تعلي كولي معايا ايه ده جايبالك الاكل طب واضي قعدة قال لها لغيتي شغلك قالت له اه قررت اتفرج على الماتش الجديد وبيان لسه هيتفرد ويد تاني لقى سلمان في وشه وجاي بلفاتح لبس الكرة هدية وجاي يلعب معيهم وسأل بيان بتشجع نادي ايه قال له ليفربول فقال له انت قديم قوي في فرق جديدة تلعي تشتر منها انا مش قصدي هنا عن نيزي تب وريني لعبك يا عصر وطاري وصاره بيتفرجه وبيان بيقوله هقتلك وسلمان خد الكرة منه انا بشجع اللعبة الحلوة وصاره مبسوطة وطاري قالت له انت بتشجعي مين بالضبط والتاني مش عارف ياخد الكرة منه فدالهم اسوأ قاو وقال له ما تاخدش حاجة مش بتاعتك تاني وفي العربية سلمان بيصرخ من رجله وبيان قال له انتوا مش قد اللعبة بتلعبوا ليه تاري قالت له ما كان بيلعب انت اللي وقعته وانحنوحة قالت الله هو عايز يفضل كسبان على طول تاري قالت لهم ايه اللي وقحة اللي انتوا فيها دي وسلمان قال له واديني المستشفى يا اخي بسرعة قال له ما تقولش اخوية انت مش اخوية ومش رايح بيك مستشفيات شوية تدليق وهتبقى كويس ما تقرفوناش بقى ولما تاري زعاقت ودهم اعفى مستشفى في البلد والموظف قال له استنى درك في الطبور وصارة طلعت لبيان مياه فتاري تغوزت وقالت لجزع تشرب مياه يروحي فبيانت دي وجوم يشربه سمعه المرضى بتسوت جوه وقامت تسنيده والتاني هيبخ نار من بقه وبالليل تاري بتوديه له مياه فبتسمعه في قطه بيقرأ قرآن فبتبدأ ترتاح له اكتر وكنان وفقت تقيب العرسها ووصلها بالعربية وهرفت بابوها وبالليل سلمان بيخبط على تاري فلبست الحجاب بسرعة وفتحت له القوضة قالها وقت الصلاة قالت له صلاة ايه الفجر لسه مأزينش فقالها صلاة التهجل مش بتقيم الليل تاري تنحت وقالت له حاضر ودخلت سرحينة افتكرت لما كانت بتتحيل على بيان يقوم يصالي الفجر واستهزق بيها وفي لحظة فهمت الفرق بينهم اصل الحب مش كل حاجة الرجل المحترم بيتحب وهو سيكت وقامت الصبح لقيته محضر لها احلى فطار وقال لها انا بحب اكل البيت انظف من المطوعي حتى لو انا اللي هتبخلط بايدي وبيان بيقابل صورة وقال لها انا عزمك زي ما وعدتك على اغلى مطعم سوشي في البلد ونروح لجوز ايمي بيتغدى وابوها جي قال له جبتلك شغلانة حلوة راجل مسن محتاج رعية ومرتبها عالي جدا قال لهم ما كل الاول وبعدين ايه جليس مسنين دي فقال له انت بتستهبل يا بنت يا غضي فضل تصرف عليك وتأكلك كده على طول وامي طالها تزعقت في ابوها وقالت له سيبه في حاله بقى مش لازم يشتغل اي شغلانة عشان يعجبك كل مشاكلنا بسببك واخدته ودخلت القوضة والتاني بعد العزومة قال لها فلسطيني وهروح ماشي لحد بيتنا بس بشكرك على وقفة الجنبي في شغلي قالت له وانا مبسوطة انك نجحت قال لها وانتي مش مخبيه علي سر قالت له لأ طيب تصبحي على خير ولسه ماشي قالت له انا لسه بحبك فالضيق وقال لها انا مروح سلامك وصابع لوحدها ونروح لسلمان اللي بياخد فاتح وهو نيم ويطلع وقطه وتاري قالت له رجلك بتوجعك قال لها ولا يهمك ونيمه على سريرها وشاف صورة بيان وهو خيري فقلب على وشها وتاري افتكرت لما قلبت صورة صار زمان وفهمت احساسه وعرفت هو ليه متجنبها ونادهت له سلمان ممكن تبات في قطسي النهاردة وبس خلص بتبدأ الحلقة التامة وبيان واخته عاملين مفاجئة لابوهم في يوم عيد ميلاده وأحوال الشركة بقت تمام وزي الفل وطبعا تاري وجزع مع زمين وبيان مش طيق يشوف سلمان جنبها وهي بكل ثقة بتدخل وتسلم وتبرك لأهله بعدها بيان كمان بيسلم عليهم وهو عاصر على نفسه لمونة وبيقول لسلمان رجلك عامل ايد الوقتي قال له خفت الحمد لله البركة فتاري عليها شربة تخفف الجمل قال له عجبتك بسام الهاري ان شاء الله فتاري حاولت تتوهف الكلام والحيزابونة قالت لهم تعالوا نشرب حاجة قال لها آه أنا جايب لك عصير التود اللي بتحبيه ونروح لكينان اللي عرسها بعت لها مسج وقال لها نواقف برة وجايب لبابها هدية وخايف يدخل لا يتهزأ وعد اليوم على خير وطاني يوم الفجر سلمان خبط عليها وقال لها صحي فاتح يجي صالي معايا الفجر في المسجد بس الولد كسل يصحى فدخل بنفسه يصحيه وقال له فوق كده خليك بطن بعد ما نصلي هنفتر ونروح نلعب مع بعض بالعجلة ايه رأيك وفعلا خدته يتوضى وسلمان قاله بصورة ضيان تانية على وشها ولما الولد نزيله سأله ايه صلاة الفجر دي قال له دي صنة الصبح وممكن تقول عليها كده صلاة الفجر القبلية هوضح لك اكتر عارف احنا على كوكب ايه قال له الارض خدناها في المدرسة فقال له اهو صلاة الفجر دي افضل من كوكب الارض كله باللي عليه يعني احسن من الجبال ومن البحر وبيتنا الجميل ده نسيب الحاجات الحالوة دي كلها والنام اوعد فوتها تاني وفاتح بس ايد مامده ورح يصلي وهي مبسوطة بيهم افتكرت لما بيان رجع يسألها زمان هي ايه صلاة الفجر دي بعدها سلمان بيعلم فاتح ازاي يقرأ تشكيل صحف القرآن وقال له لو التشكيل تغير ده غلط كبير لانه هيغير معنى الكلمة بالكامل وطلع لسانك في السه كده هو ودرمي مبسوطة بيهم وقالت لها اديهم حاجة حلوة وبتسأل تيري هو اخباره ايه معيكي قالت لها بدأ يكسب قلبي التصرفاته وبعدها راح يتقابل ايني اللي بطناها قدامها شبريل وحكيت لها ان الجزء اطفش من ابوها وابجر بيت جديد وانا وفقته ما هو لازم برضو احترمه زي ما بحترم بابا وانا مش عارفة اتعامل معهم وهم الاتنين مع بعض تيري قالت لها الصبر هيحل كل المشاكل الصبر والصلاة قالت لها وانتي جزء الحاجة عامل ايه قالت لها سكوتي ده طلع زوج صالح بمعنى الكلمة بيحب ينظف معي وبعدين بيربي فاتح احسن من ابوه ده حتى ساعات بيتبخلي بنفسه واحلى حاجة بقى انه بياخد فتح يعلمه الصلاة في المسجد واعلمه القرية والكتابة وبيلعبه وبيحفظه القرآن صح تصدقي ده حتى بيصحين يصلي قيام الليل وبنتصحر مع بعض عشان نصوم كل اتنين وخميس الحمد لله زوج صالح وقب كويس لفتح امي قالت لها عيني في عينك كده يعني بقى فعاله دي قدر ياخد مكان بيان في قلبك ونروح لبيان اللي شاركته بدأ التنافس الشركات الكبيرة وراستق نفسه وبقى صديقه للموظفين عنده وصارها ما بتسيبوش في النادي يومياً معاه واعتذرت له على كلامها اللي فات انها بتحبه فقال لها ولا يهمك احنا اخويت فتضيقت اكتر وقالت له انا حاسة بالوحدة قال لها لو احتاجتي اي حاجة انا موجود هساعدك قالت له من قلبك قال لها انتي كنت معايا في اصعب الاوقات وساعدتين ما تقلقيش اخوكي في ظهرك واضح ان صورة بتحرق بنزين على الفوضي وبيان زي اي شاب مش خسراً حاجة وبيستغلها واحدة بتديني كل حاجة وبتدعمني وتخرجني من مشاكلي وفي الاخر احنا اخويت ونروح لكينان اللي بتلعب في الملاهي واخيراً بتصطد بدوب وديته للعريس فقال لها اعمل بي ايه ده قالت له حطه في جهازنا ومعرفش ايه اللي هم عاملينه ده في بيت الكور وقال لها بحبك بس قالت له انا خايفة قالك مش هيوافق علي ونروح لامي اللي مروحة بالليل لقيت بابها في الشهر وقال لها هي دي شقتك وطبعاً انت اللي بتشتغلي وتدفعي الاجار قالت له هو مش كسول بس النفسه يستقل وانا بساعده يلاقي شغلي نازبه ومش عايزة سيبه وبعدين انا لو معي فلوس كتير والواحد دي هعمل بيها ايه قال لها فلوس ايه انت يا دوب بتكفي لقمتكو يا بنت جرانكو بيقول عليه جزء الست انت مش داريانة بحاجة قالت له انت همك الجرين ومش همك ساعدتي قال لها بكرة الحب يروح وتنتمي انك شلت يشيلة مش بتاعتك وفاتح بيجيب لمامته مجلة مرسوم فيها حديقة الاسناك وشبطان يروحها وسلمان وعده يوديه فقال له بابا ييجي معينا وصمم يكلم بيان في التليفون فبيان قال له انا مش فاضي انا معطان تكسورة ولما فاتح قال له عامو سلمان هيوديني اضطر يوافق ورحولهم على هناك فعلا وبقى محدش فيهم طيق حد لكن فاتح سحب بابا ومامته من ايديهم وجري بيهم هما الاثنين وسلمان وصارة بقواقفين زي كسين الجوافة وبعدها جي دور سلمان خد تاري وبنها وهم مبسوطين والحايزبونة هتموت من تاري انت واخد الاثنين لحسابك ولا ايه وخدت بيانة عنده حض السمك الكبير فاكرين الجزء الاول لما غطس فيه وطلب منها يتجوزها وقالت له فاكر لما طلبت تتجوزني هنا وتاري تحشرت وسطهم وقالت له عشان كده ما كنتش بتحب تجدني عند الحضة بيان قال لها بس لده كان زمان قالت له مادام زمان يبقى ما تتكلمش فيه دلوقتي وجري وراها زي البتاع وصارها تعيط وفتقرت وهو غطان فيه ومسك لها يفتت تتجوزيني ومعايشها الاحلام لكن في الحقيقة بصت لقيته مع تاري وابنه وفاتح بيسأله الحضة فاضي ليه قاله زمان كمليان لما كنت بزوره مع ماما دلوقتي بقى فاضي مش عارف ليه وسلمان وصارها فهموا ان ملهمش مكان وفي الاخر تاري خدت ابنها وسلمان ومشيت وبيان ساب سارة وحدها ومشي وسلمان سايق مروحهم وتاري سرحانة في دنيا تانية وراحت في النم وهي مقهورة وبتعيط لسه بتحبه ونروح لكينان اللي ماشي مع عرسها شافت باباها فجأة فزقته وكملت وبعدها قالت له كده مش هينفع قال لها انا هتصرف مع اهلي ونروح لصورة اللي بتجري ورا سلمان انت مش هتطلقها قال لها انا عايزة انت ما بتفهميش قالت له واتفاقنا قال لها انا كنت واضح معاكي من الاول ومش هعمل حاجة حرام جواز المحلل ده مش لعبتي وكنت متجوزها عشان ستة محترمة لكن دلوقتي بقيت بحبها كمان وبدعي ربنا انها تحبني وتنسى بيان قالت له بتحبها قوي كده قال لها امراتي طبيعي احب امراتي حلال ربنا وافتقرت زمان لما قالت لبيان السنة خلصت هتطلقها امتى قال لها مش هتطلقها انا بحبها فاكرين الموسم الاول ايام الحب القديم اللي ما تفرجش عليه كامل هتلاقوني سايبهلكو في القاية اللي فوق دي وصار رفقت لنفسها وقالت لسلمان ده قرار اخير قال لها اه روحي بقى عملي مع بيان اللي انت عايزة ونروح لتيري اللي بتفطفض لقيني وبتقول لها انا واقع في زنب خطير متجوزة راجل وبفكر في واحد تاني وقلبي واجعني والمشكلة ان فاتح لازم يشوف ابوك كل شوية وده مش مديني فرصة ابعد عنه ومش طيقة شوف اللي اسمعها صار دي جنبه كل ما نروح في حتة تنطلنا امي قالت لها بسيطة سيبي سلمان والجوزي بيان الراجل بصراحة عده العيب ومستهلش تكوني معي وتفكري في غيره حد يسيب راجل محترم ده عشان بيان تعالي شوفي جوزي مطلع عيني والله تاري تبطبط عليها وقالت لها الصبر خليك قوية قالت لها اسمع الله عليك يا عقلة بتحبي راجل مطلقك عشرين مرة لأ وكمان دايرة على حل شعره مع واحدة تانية هتشليني ونروح لكنان اللي راحت تفهم مومة العريس وضعها وان اي حد ممكن يغلط ولو كان لها بنت مكانها كانت قدرت ده وابو قال لها المشكلة في الفيديو المنشور والناس ما بتسكتش لكن ابنهم دفع عنها وعيطت وصعبت عليهم فابو قال لها طب شوفي لنا ابوكي بقى اللي نيلنا الدنيا معيدا هيسامحنا ولا ايه في الليتكو دي ونروح لإمي اللي رجعت الميت لقيت جزء مش موجود وسايد تليفونه فاروحت لأبوها جاريت عيطه وترمت في حضنه وقالت له كان عندك حق ونروح لبيان اللي عازم صورة على بيزا فقالت له مش عايز تتجاوز تاني قال لها لأ صعبة تخيل الجواز مع ستة تانية غير تاري مش عارف اشرح حالك ازاي بس هي بقت حدة مني مش عارف عيش مع واحدة غيرها قالت له بس كلنا محتاجين حد في حياتنا هتعيش لوحدك للأبد قال لها معرفش المستقبل في ايه لكن حاليا مش قدر حتى فكر في الجواز اوح حسس بالوحدة لكن قربي من ربنا مكفيني قالت له حتى لو عارقت عليك تتجوزني هو انت يا صورة ملكيش أهلي يسألوا عليكي وبيان قال لها انا كنت بحبك زمان لكن ده كان وقت وانتهى دلوقتي بحبها هي احساسك ايه لو تجوزتيني وانتي عارفة اني بحب واحدة غيرك بصي ريحي نفسك هي الوحيدة بس ومفيش غيرها في قلبي انا وعدتها اني هستنيها قالت له هتستنيها ما هو سلمان مش راضي يطلقها حسب الخطة قال لها خطة خطة ايه تعاليلي بقى يا حلوة واحكيلي انتم اتفقين على ايه وبس خلاص بسم الله بسم الله بتبدأ الحلقة التسعة وفاتح بيسمع الكرآن اللي حافظه على ايد سلمان وكلهم يشجعوه وبعد ما خلص قال لهم انا حفظته عايز جايزة بقى اعملولي عيد ميلادي في بيتنا اللي عالجزيرة وكلهم اتوتروا وتاري ندعت على سلمان فقوبتها وقالت له هنعمل ايدي الوقتي قال لها هو طلب مني يروح الجزيرة دي اكتر من مرة قالت له احنا فعلا بنقضي الاجازة هناك على طول العيلة كلها بتروح قال لها تحبي تطلبي ده من بيان قالت له لأ فقال لها اكلموا انا طيب حلتها انت كده يا فقيق فطلبت منه يسيبها اتفكر وبعد ما خرجت قال لك صورة بيان تاني ونروح لسارة اللي راحت لبابها قال لها عايزة تقول لي حاجة قالت له انا عملت غلطة جبيرة وافتكرت لما اعترفت لبيان ان هي صاحبة فكرة جواز تاني قال لها يعني انت اللي خططتي عشان تجاوزيها الراجل غيري يعني كل حرقة الدم دي بسببك انت قالت له حاولت ساعدكو فقال لها انت ملك بينا بتتدخلي ليه في اللي ما يخص كيش حلفت له ان كان قصدها يبقى محلل بس عشان انت تعرف ترجعها لما يطلقها هي دي كانت نيتي او سلمان هو اللي غلطان مرضيش يقول نياته من البداية ودلوقتي مش راضي يطلقها وقال لي الشرع بيحرم المحلل بالطريقة دي بيان قال لها انت مدريك عملتي فيه ايه بسببك راح املي اني هتفكر فيه تاني خد ما كاني عندها اتي بتفهميش عموما انا مش عايز اشوف وشك تاني وفضلت تعاية لبابها وتقول وعاة نفسي ما عملش غلط تاني ونيتي كانت مساعدتهم يرجعوا لبعض وحبيت ساعدهم بس نيلت الدنيا وخسرتهم كلهم بابا هقال لها ممكن ديه دي ما تعيطيش بصي جرب الموز المقلي ده هو انت بتقلوا الموز استغفر الله العظيب قالت له لو شفت تعنيه وهو بيتكلم عليها مليان حب ازاي ولما تقابلنا في جنينة الاسماك شايفهم بيحبوا بعض قدقية وانا غبية لسا عندي امل يرجعلي ولا يهمت كله بيعدي ومش كل اللي عايزينه بيحصل يعني مثلا والدتك كانت وصيتها تتجاوزي سلمان قالت له حتى سلمان تجاوز تاري هو كمان هو انا قدري كل ما حب راجل يروح يتجاوزها هي فقال لها ربنا حنين وعيدل ولو كانت نيتك حقيقي ترجعيهم لبعض يبقى ما تزعليش نهدى كده ونحاول نتبسط ماشي يلا خذي موزة ونروح لابو امي اللي ايه بلحماها وحمتها وقال لهم تصرفات ابنكم مش مقبولة وما يعرفش الاصول وكسلام وعاطل عن العمل ومامته حاول تلطف لكن امي قالت لها المشكلة مش ان يديله فرصة تانية المشكلة انه مش هيتغير وفي الاخر طلبوا منها تصبر شوية وهم هيحاولوا يتكلموا معي ويشوفوا ساب البيت ليه اما امي قالت انا اديت له فرص كتير وقفت قدام ابوي عشانه وفي الاخر سابني وانا حامل مش خايف علي انا قدر الضغط ده يجيب لي المرض حاطتني في ضغط نفسي مش قادر اتحمله عايز يمشي يمشي وكل شيء نصيب وانا بقى ابدأ حياتي تاني لكن يعلقني كده مش تمام انا عايز اتطلق ونروح لبيان اللي فتح فرع جديد للشركة ومالي مركزه كده وهو بيقص الشريط والصحفيين اتلموا عليه ولقى تاري جياله من بعيد فسابهم كلهم ورحلها هي قالت له مبروك الفرع الجديد قالت له الحمد لله انا فكر انك دعتيلي كتير ودعوتك استجيبت قالت له فاتح كلمك قالت له ماله فاتح بحتاج حاجة فقالت له عايز يروح الجزيرة في الاجازة معيك قالت له هتودي الجزيرة بتاعتنا اللي وعدتيني فيها انك تحبيني طول عمرك عادي كده نسيتي وسألها سلمان هيبقى موجود قالت له اه فقال له مش هينفع نبقى احنا التالتة مع بعض وانا دهوله فرجع للصحفيين وعينه عليها ونروح لصورة اللي راح تجري وراه سلمان وتفكره ان هي اللي عرفته على تيري عشان يتجوزها مؤقتا قالها رياحي دماغك سلمان مش ليكي في الآخر وانا معتكيش بحيجة ومش مجبر اني جاوبك على اي اسئلة دلوقتي قالت له لو بتحبها لازم تعرف ان حبه من طرف واحد هي لسه بتحب طليقها فاتنرفز وقال لها ما تتصليش بيا تاني وانسي انك تعرفيني ونروح لعريس جنان اللي خد اهله يعتزروا لابوها لكن وقفهم من على الباب وهزقهم وطردهم ومشي وقفاهم يقمر عيش وقفت هي لوحدها تعايد في الآخر اما ابو امي واخدها المحكمة عشان ترفع دعوة طلاق وهي هتموت ومش قادرة تدخل وحمتها تصلت بيها وطلبت تقابلها تاني وباباها قال لها ده راجل تافع هيعتزرلك ويرجع بعدها يمشي لكن هي سبيت لورق طلاق وطلعت تجري اما تاري ابنها زعلان منها عشان ما عرفتش تقنع بيان يروح معاهم الجزيرة وسلمان قال له احنا معيك ما تزعلش فساوهم وقام زعلان اكتر وبقى راكب معهم اللنش للجزيرة وزعلين وفجأة بيان دخل عليهم وفتح قال له انت مش قلت مش جاي فبصل تاري ووصلوا الجزيرة الخطيرة وفتح قال لها هيه وصلنا عايز بقى نام معاك انت وبابا في قضيتكو وبيان سيكت وسلمان يا صبر ايوب وبيان خدوا يلعبوا على الشاط وسلمان لقاها المرجحة لوحدها قال لها انت كويسة قعد الواحد كليه ام يلعبي معيهم وهو قعد بعيد يتفرج عليه وهي مبسوطة معيهم وبالليل بيان جاب لفاتح جاز مهدية وقال له دي عشان مومه قالت لي انك حفظت صورة الفاتحة مع المعلم بتاعك وشكرا كمان للي حفظها لك وسلمان قال له دي هدية بعتهيلك جددك امه سلمان كتاب السيرة النبوية للاطفال الحلوين زيك وبيان تدايق وبالليل بتنايم ابنها في قطة فبيان دخل عليها وما كانش عايز يخرجها وما جلوش نوم بالليل من كتر الغيرة فخرج يبص عليهم من شباك وما يعرفش يعيني ان سلمان سايبها ونايم على الكنبة ولما جي الصبح قال له انا مدين ليك بالشكر انك واخد بلك منهم فاتحوا امه بالنسبة لي كنز وانا ضيعته من ايدي التزمات الشغل والمشاكل لخميتني فسلمان قال له وانا بعتهي برتيري بنوتي الصغيرة وسايبها براحتها وابنك زي ابني وهكون سعيد معيهم قال له معيهم ده انت مكمل بقى طب ما تنساش تقولها اتفاقك مع سارة وفجأة تاري بتصوى تلحقوني وفاتح غرق في المية واللي اتنين نطوا في المية وسلمان سابق وبرضو بيان مالخوم عامل زي البطيخة كده وسلمان بيغتص ومش لاقي الولد لحد ما جيبه وبيان خده منه بالعوامة وجيري وسب سلمان يغرق ورفع صباح التشاهد بالايدي اللي فيها دبلتها لكن ضميره صحي ورجع له تاني ولحقه رح سلمان واخد العوامة وخد الودو الجيري وسب بيان هو اللي يغرق وتاري وقفت تصوت على بيان ونزلت جاري تجيبه هي وسلمان بقى يتفرج وهي هتموت عليه بس انقذته ورجعه من السفر مع بعض دي كانت سفرية مهببة هو احنا كده لما نحب نسافر لازم مصيبة ومنشوف امي مع حماتها وحميها في العربية عند البيت اللي اجروا ابنهم ولما طلعب عربية طلعوا يجروا وراه ودخل مول كبير فدخل وراه وقسموا نفسهم يدوروا عليه اما تاري روحت بيتها مع سلمان وقال لها شكلك دايخة سيب الشونة وفاتح وطلعي انت يرتاحي ونروح لامي اللي فجأة شافته مع واحدة تانية والبنت شدته وطلعوا يجروا وامي متنحة وسلمان طلع ودعالها دعاء الشفاء وهي في عالم تاني بتحلم ببيان وهو بيقولها بحبك وفاجأة غرق وقامت مفزوعة ولقيت سلمان نايم عالقرض جنب سريرها فقامت لقيت الصورة مقلوبة يدي ام الصورة وراحت حطاها في الدرك قصريع وريح دميخك وبعدها ثابت الرجل عالقرض وخرجت اما امي رجعت لابوها تعايت كالعيدة وقالت له ان المراضي عايزة تطلق فعلا وترمت في حضنه وتاري خرجت عالبسين تتصل ببيان تطمن عليه فقال لها انا سهران في المكتب بخلص شغل قالت له مرتحتش ليه وليه بتشتغل لغاية دلوقتي مش متأخر دحك وقال لها ما تغيرتش صح الشغل هو هو وانا زي ما انا هفضل اتأخر قالت له خلي بالك من نفسك وحاول ترتاح فقال لها انا عايزة اقولك حاجة مهمة ورايب قوي انا هرجعلك انتي وفتح قولي ان شاء الله فعياتت وقالت له يا رب ولسه بتلف لقيت سلمان في وشها وحشتيني فاجتة طامن عليك وارتبكت فقال لها عايزة اتكلم معاك في حاجة مهمة هستنيكي جوه ونروح لابو كنان اللي بيهزق العريس اللي جايله للمرة السبعة وتمانين وبيقوله الراجل اللي ياخد بنتي ما يسيبش اهله هما اللي يتكلموا على لسينه هي هتتجاوز راجل والعيل وطرده تاني وهي انهارت وقالت له ما جوم تأسفه لك نية مرة عايز ايه تاني بص بقى انا هتجاوزه سواء بردوك او لأ وخديته ومشيت شكلك كده هترجعت عياتي زي امي بالزبط وابوها قلبه واجعه وداخ ووقع في البسين شكلها العيلة كلها منتفقة تموت غير اينا ونروح لسلمان اللي قاعد تيري على كرسي الاعتراف وقالها انتي مبسوطة في جوازك معايا قالت له انا السبب في السؤال ده مش كده قالها ندمت انك تجاوزتيني فقالت له عمري ما ندمت على حاجة كتبها لي ربنا رد وقالها انا عمري ما حبيت غير مرة واحدة بس وربنا قدر انها هتموت وتروح مني وبعدها لما عرفتك حسيت انك هتقداري تاخدي مكانها في قلبي وحصل وحبيت فاتح كمان بس انتي اللي ما عرفتش تحبيني وما عرفتش برضو ابقى قب بديل لابنك والجواز ماينفعش يدوم من غير حب فعياتت وتأسفت له وقالت له استغفرت ربنا كتير لاني مش عارفة بقى زوجة صالحة ليك قالها مضعيطيش ما انتي مش هتحبيني بالعافية يعني ما تجبريش نفسك قالت له انت رجل ما تتعوضش ممكن تديني فرصة تانية واحدة فتحرج وقال لها ان شاء الله انا بدعي ربنا مقلب قلوب البشر ان خليك تحبيني نفسي عيش معاك مبسوط وفي الاخر قالت له انا هحاول اتعلم اعيش معاك بقلبي مش بعقلي هحاول اتعلم احبك وبس خلاص وعلى فكرة دي مش النهية دي الحلقة التاسعة بسم الله يلا هاتي السناكس بتاعتك وزبط القعدة ولايك حلو كده زيك وزغروضة حلوة كده منكو عشان النهاردة عندنا فرح قصدي فرحين ويلا بينا على الحلقة العشرة والاخيرة حصريا على فيلمونتا وبس بتبدأ الحلقة العشرة وتاري بتفتكر لما كت قعدة مع سلمان وطلبت منه يديها فرصة تانية وكان شكلها ندمن على قرارها وسلمان خرج شافها وهي شايلة طاجن ستها كده ونروح لسارة اللي نجحت في الدكتوراه اللي كانت محضروها عن السيرة النبوية وجريت على سلمان كالعيدة عشان تصدعه وترغي في كلام فودي لكن هو قطعها وكلمها على تيري وقال لها قالتلي ديني فرصة حبك قالتلي وانت هتعمل ايه بقى قالتلي انا شايف اني قانيني وبعد ما كنت مقررة كامل معها حياتي اكتشفت اني مش هينفع لانها بتحب حد تاني قالتلي بس دا ما كانش كلامك في الاول قالتلي بس دا ما كانش كلامك في الاول قالتلي محتاج فرصة تانية وهي هتموت وتعرف قراره خلص هتعمل ايه في ليلتك اللي مش فايته دي ونروح لمامة بيان اللي قعدة مع ابوه في المستشفى بعد ما جات له ازمة قلبية بسبب عياله وخرجت ترمت في حضن بيان وقعدت تهيط وقالتلي روح يلحى اختك اللي طفشت وشوف لينها راحت فين هي كمان تعرفيش يا تاري انا بحبك قدقيه وبيان قالها وانا كمان ولما طلب منها تستنى مع مامته قالتلي رايح فين قالها هكون رايح فين قدري رايح ادور على المجنونة وانا وريش اللي المجنين هنا قالتلي بتكالن جد انتو كلكو عيلة كده ترى لالي لأ ازا كان كده لازم اجي معاك ادور عليها مايصحش هسيبك لوحدك انت يا تاري تصرفاتك مريبة اليومين دول حساكي كده مش مزبوطة مش عاجباني وسابوا الولد لمامته ونزلت اتصلت بسلمان قبل ما تتحرك عشان تستأذم منه وبيانها يموت من الغيز وبيقولها ربنا ياخده وجزها سلمان وافق بس اشترت ما تركبش مع بيانة العربية كل واحد يركب العربي بتاعته رح بيان معالي صوته ومزعق وقاله لو عربيتي بايزة حضرتك اعمل ايه أستاذ سلمان وبعدين قالها وافق يا اختي سمحلك تركبي معايا خلاص الحمد لله نروح بقى نصالي ركعتين شكر قالت له ما تحترم نفسك بقى انت فضيحنا كده على طول وكالعادة اتخنقوا تاني وهم في العربية بانتوا لو رجعتوا البعض هتقطعوا بعض وفي الاخر اتفقوا انهم هيروحوا البيت عريس كمين يمكن تكون روح تتكلم مع مامته وباباه ونروح لامي اللي قاعدة في المحكمة قدام القاضي اللي بيقولها انت فعلا عايزة تتطلقي انت مدركة اللي انت بتقولي قالت له اه انا فكرت كتير قبل ما جل حضرتك وابوها قال له انت ليس هتسألها خلصنا بسرعة وفاجأة جوزها دخل عليهم قاعدة المحكمة والقاضي قال له انت جوزها اترزع قصدي عط انت بتخنها يا ابني زي ما هي بتقول امي قالت له انت بتسأله انا شفته بعيني مع واحدة تانية ده كمين جايبها لي مع المحكمة ده مجنون يا سيادة القاضي مش ممكن والست وقفت وقالت انا مش واحدة يعرفها من الشارع انا مامته اللي ولديته وابو امي تخض وجوزها وضح ان ابوه امه اللي هي تعرفهم اتجاوز وانا عندي 17 سنة ودي امي الحقيقية وابو قال انا طلقتها من زميل وامراتي التانية هي اللي عاشت معي بقيت عمره وامي ردت قالت له لما هي امك بتهرب انت وهي ليه قال لا انا مهربتش وسبتلك ورعة وكتبتلك فيها كل حاجة بس واضح ان انت ما قرتيش حاجة وقلتلك فيها اني اتصلت بولدتي وعرفت ان عندها شركة كبيرة وطلبت منها تشغلني معيها مش ابوكي كل شوية يزلنا ويقول يشتغل انا كان كل همي اوفر لك عيشة كريمة وان ان انت تعودي في البيت ومتشتغليش والقاضي قال لهم خلصتوا كلامي حلوين انتوا جايين تقرفونا هنا بقى وانت يا فالح ما كتبت لهاش رسالة ليه على التليفون هو حد لسه بيكتب على الورق قال لهم انتا ما تعرفهاش دي لغاية الوقت بتستخدم تليفون نوكيا ابو اريل المعفن والقاضي في الاخر تلعب نحلال ورفض الطلاق وقال لهم هو ده حكمي ويلا يا حلوين روحوا لعبوا بعيد ونروح لتاري وبيان اللي غرقان في شبر مية واول ما وصلوا البيت قال لها ما تخش انتي الاول قالت له انا مال يا اخويا انا بخاف من الكلاب هي اختي والاختك انت قال لها ايه ده هو في كلاب جوة قالت له شكلك خيف اكتر مني ولما خبط ومحدش فتح له قال لها مفيش حال غير ان احنا نقط من على البوابة قالت له انت بتشبك لأيديك اه هنبدأ هستهبال انت مش محرم اصلا انا مش هينفع تشعبط فيك كده مسخرة بتاعتك دي فرح هو ينقط من عصور وهي فتح للباب بكل سهولة قالت له ما بيفتح اهو ولا هي ده محيك وراح يخبطه على الباب اللي كوة وبرده ما حدش فتح وفجأة الكل بطلع له وكان هيطلع يجري ويسيبه قالت له انا خايف ايبيان قال لها انا خايف اكتر منك بص اهدى خليك انت بس واقف ورويا وفضلت تقول بسم الله الرحمن الرحيم حسبونا الله ودعم الوكيل وعدت هي من جنب الكلب وقالت له شفت اهي سهلة ولما بيان جيه عادي الكلب كان هينقط عليه وطيري حجزت عليه بجسمها وحمده كالعيدة اخر دهولة مش ممكن والانقذهم ان ابو العريس ومامته فتحوا البيب وسألهم عن كنين وعرفهم ان ابوها عنده ساكتة قلبية وفي المستشفى واخو العريس قالوهم دول زمانهم ركبوا القطر الحقوهم دول متفقين يسافروا سوا وجيريوا عشان يلحقوهم وشافها فعلا بس القطر كم مشين وفضل يندهلها بصوت عيلي ويقول لها ارجعي ابوك عيموت في المستشفى بسببك ويتيري يدوب لحقيته مش قادرة تاخد نفسها والله انت لعيشها معايك اخر مرمطة ونروح لامي اللي الجزعة طلع وراها وهي خرجة من المحكمة وطلب منها تسامحه وقال لها خلاص ده انا اشتغلت مش هبهدلك معايا تاني سامحيني المراتي اخر مرة والله وبتبص حواليها لقيت الناس بتسقف لهم وفاكرينه بيطلوا بيديها قالت لهم جات كونيلا ده نبطني قدامي شبرين وقربت اولد وبيان رجع المستشفى هو وتيري وقال مامتو ملحقتهيش مامتو قالت له هنعمل اي دلوقتي ابوك هيموت فيها وفجأة كنان دخلت عليهم قال لها انت جيتي ازاي نزلت في المحطة اللي بعدها انت ما بتشوفش افلام قال لها افلام طب خش يا حلوة شوفي الفيلم اللي جوة وقال لعريسها خش خش وراها انت كمات ما هيكت نقصا قصلها ودخلت اعتذرت لباباها وقالت له حقك علي مش هعمل كده تاني انا مش عايزة حاجة مديني غير ان انت تبقى كويس ويتيري اتصلت بسلمين وبيان كشم لها فقالت المانتو عليش يا طاند انا لازم امشي دلوقتي عشان سلمين مستنيني عند البرج وبيان قال لها انا هجي اوصلك مش هتروحي لوحدك قالت له احنا اصلا جايين بعربيتي انت بتتلكك فقال لها انت بغدلتي معاي النهاردة كتير ولازم اوصلك بنفسي عشان اتطامن عليك واسابه الولد مع جدته ومشيه وجي يركن بعيد قالت له هو انت مش هتوصلني لحد جوه قال لها لأ لحسن البشا يتدايق اصلا نواخدينك منه شوية يعيني قالت له انه واخد منه الازم ولسه دخل عليهم سمعت سورة بتسأل سلمان انت عطلقها امتى فصواتت وقالت انتم اتفقين علي بقى وطلعت تجري وسلمان جري وراها وكلهم طلعوا لها فوق وهي مقطع نفسها من العيوات وسلمان قال لها مش هينفع خبي عليكي اكتر من كده انا في الاول فعلا اتجوزتك بعد ما اتفقت مع سورة وبصراحة هي اللي زقتني عليكي قالت له وانا العبيطة اللي فاكرة انك اتجوزتني عشان تكمل معايا حياتي وحسب الزنب من ناحيتك كل ما افكر في التاني وانت واخديني لعبة قال لها انا قوي فقت اتجوزك بس ما كنتش هنفس خطة المحلل خالص وقلت لسارة من الاول اني مش هطلقك واكيد انت حسيت يبدأ لما عيشتي معايا في بيت واحد ولما سارة جت تتحيل علي طلقك انا مرضيتش عشان بحبك حتى سألي بيان فقالت له الله الله وانت كمان عارف بيان قال لها نميلي والله ما عرف حاجة انت هتلبسها لنا وسلمان جري وراها وقالت له انت اكتر واحد فينا تعرف في الدين ازاي تلعب لعبة زي دي وتوقعنا في زنب زي دا وصارة قالت لها كل دا زنبي انا من الاول وبصراحة سلمان قال لي من الاول انو مش هطلق فانت عايزيكي ترجعي لبيان وهي دي الطريقة الوحيدة وبينزع لها وقال لها انت السبب في كل اللي احنا فيه دا تسمحي بقى تسكوتي وسلمان قال لها لو كنت فاكرا اني جاوزتك عشان ابقى محلل وطلائك فده مش صحيح انا جاوزتك بكلمة ربنا وكنت عايزة زوجة صالحة وحبيتك من اول ما شفتك وكمان حاولت ابقى قبل ابنك وكرر لها كلامها اللي قالته في الفندق من ورا باب وضيتها لبيان يوم الفرح وقال لها نجيت بعد بيان وسمعت كل حاجة قلتي هيلو بامورة ما قلتي له ان الجواز مش لعبة لكن حبك هيفضل في قلبي فاكرا ولا لأ وفضلتي تعياتي وتقولي له ده انا بحبك وانت هتاخد نص حياتي وهعيش معي وقالبي معاك انت وانا طبعا لما سمعت ده كله ما ارضيتش اقرب لك وعملتك بما يرضي الله من اول يوم وطبعا ما عرفتش هلغي الجوازة عشان ما بوصش شكلك قدام الناس وهي قاعدة تعاية وانروح لأبو بيان اللي قام بالسلامة وقال للعريس لو عايز تتجوزها يلا حدده معاد الفرح قاله له احلف انت بتتكلم جد ولا الوقع قصرت على جماغك والعريس قاله ده انا هخلي بنتك اسعد واحدة في الدنيا كلكم بتقولوا كده في الاول قولوا بس ان شاء الله اما سلمان بيروح لعم ديلي وبيقوله انا جايلك عشان هرجع بنتك لولايتك فقاله انت بتهزر صح يعني عايز تطلقها وده بقى طلبك انت ولا طلب مراتك قالهم انا ايسف دي غلطتي انا من الاول ومعرفتش سعيدها عمها قاله بسيطة اذا كان كده ممكن تتصلحه اكيد في طريقة تتصلحه بيها بس سلمان قاله اعتقد ان دي افضل طريقة مش هينفع شوفها قدامي وبتحب حد تاني وبتتعزب بعيدة عنه حتى فاتح ابنها محتاج ابوه ومعرفتش ااخد مكانه مهما عملت وعمها شاخط فيه وقاله انت متأكد من كلامك ده قرار مصيري مش لعبة وفي الاخر اتطلقوا في المحكمة وعمها تقهر عليها وسلمان بقى قلبه وجعه وعنيه بتقولها يلا مليش نصيب فيكي ونروح لتاري اللي امي بتقولها ايو يا سيدي قلب القهوة بتاعتك وصندوشاتك ووشك منور الحب يا ناس تاري قالت لها بات يا امي هو بينا علي قوي كده قالت لها بينا عليكي بس دهنا شوية وهاجئ راسك في رجبتك وجوزة جيه ياخد رأيها في صور شغله وتاري عرضت عليها انه يشتغل معيها في المشروع بتاعها المشروع اللي مالوش ملامح دها وعملة نفسها سيدة اعمال من اول المسلسل وامي قالت لها لأ احنا احتمالنا سيفر اول مولد ان شاء الله وبعديها هسيب الشغل وبقى رب تمنزل وربي العيال تاري قالت لها اخص عليك يا امي هتسبيني هتوحشيني قوي وفجأة طبع ليهم مين صاحبنا لويش المعور وبيحب جديد وفتح علبة الخاتم وقال بسم الله الرحمن الرحيم وطلبها من عمها تاني قصدي عيشر وطبعا عمها مش طيقه لكن بيان قاله انا تعلمت الدرس خلاص وهحافظ عن نعمة اللي ربنا بعتهيلي ومن هنا ورايح هعملها بما يرضي الله وزي ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امرنا نعمل زوجاتنا ولبسوهم الدبل من تاني بقالك سنة ما تحكتيش من قلبك كده يا تاني كارت الفرح قال لها اي حاجة يا روحي مادم عاجبك يبقى عجبني واخته قالت لوعيدنا يا رب وسألتها الفرح هيبقى امتى وفين قالت لها الشهر الجاي ان شاء الله وبيان قال مش هنعمل افراح كاتب كتاب اسلامي في المسجد وشكرا على كده والفلوس بتاعت الفرح هتتوزع على الناس اللي محتاجة وتاري قالت لها مفيش داعي للهيسة والرقس والفتنة هنبدأها بزنوب يعني من اولها ده احنا ما صدقنا ربنا عدينا وكينان قالت لباباها اي رأيك نعمل فرحنا مع بعض وجي يوم كاتب الكتاب كينان على جوزها وباباها وكلها وتاري على بيان اللي هتموت عليه وعمها قال له زواجتك تاري ابناتي على صنة الله ورسوله بمهر جديد وعقد جديد بس المرة دي بيان كان مبسود اكتر من العروسة مش زي الجوازة الاولانية ده حتى ساعتها ما كانش فكر اسمها وتعلم دلوقتي مايفردش فيها وديرني هتعايت من الفرحة والكل بيدعي لهم اللهم بارك لكما وبارك عليكما واجمع بينكما في خير اعقبلكو كلكو يا بنات قولوا امين ونروح لسلمان اللي قال لسورة انه هيسافر تاني هو وعرسته الجديدة قالت له انت هتتجاوز قال لها اوه صورتها هناك هي وراحت ترفع السطارة لقيتها مرية فقالت له انا حباب سارة فين والله يا سورة انت تعبت كتير بس مامتك دعيالك انك تتجاوزي راكل زي سلمان ده نسكب بقى لا قالت له لحظة بس انت لسه ايلي مبارح ان انت بتحب تيري لحقت تحبيني النهاردة خبت لازق كده قال لها لا اله الا الله مش انت اللي جاوزتي هيلي وعرفتيني عليها جات رود قال لها بس بس موافقة ولا لأ قالت له موافقة طبعا هنا لا يا غيرك اما بيام خد تيري وطار على الجزيرة بتاعتهم اخيرا وقعتي تحت ايدي وقال لها هفتح معيك صفحة جديدة يا راجل ده انتو خلصتك كشكول ومش هزعلك تاني وهعيش معيك الباقي من عمري كله وكل ده طبعا في المشمش انتو هتتخنقوا اول ما تروحوا بيتكو ولما موت ان شاء الله هتكون مراتي في الجنة وبقول لك ايه شدي حالك كده عايزين نجيب اخت الفتح وتطلع امر كده لامها قالت له لأ بس انا عايزة ولد عشان نشيل مسئوليتي يبني عيب عليك تقولك كلمة زي دي بصراحة انت ما يعتمدش عليك خالص ده انت كنت لسه بتتحمى فيها متكلف قال لأ بس بتحبيني صح ده انت يا تاخذي حتة علقة هتتش علي في النجفة وتعلولي بقى انتو كمان هتاخذوا حتة علقة بعد كل التعب ده اشتراكتوا وعملتوا لايك ولا لسه اما انا محضر لكو حتة ملخص جديد طحفة هيعجبكو قوي ان شاء الله فعلوا بقى الجرس عشان اول ما ينزلي وصليكو اشعار بي باي باي